ومن خلال هذه المحاضرة فإذا سئلت عن أي من هذه التفاصيل عن الفيتامين بي 12 فإنك ستتمكن من الإجابة وباستفاضة الفولك أسد عبارة عن فيتامين انطوائي لا يتحدث مع المركبات لا يتعامل مع مركبات أخرى بعدم وجود الفيتامين بي 12 في جميع الأحوال ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثالث من أصل 15 فيديو مخصصة عن الفيتامين في هذا الفيديو كما هو واضح من عنوان الفيديو فسنتحدث عن الفيتامين بي 12 أو عن الكوبالامين في الفيديو الأول للفيتامينز تعرفنا على ما هي أسماء الفيتامينز وقمنا بترتيب الفيتامينز بطريقة لطيفة لتسهيل الحفظ وأيضا تعرفنا على ماذا تعني لفظة فيتامين من الأساس وأيضا تعرفنا على تصنيف الفيتامينز قمنا بعمل تصنيف على ما أعتقد أنه تصنيف لطيف وسنستمر في عمل مراجعة لهذا التصنيف في كل فيديو عن الفيتامينز أما الفيديو الثاني فكان مخصص للفولك أسد وقمنا بدراسة إلى حد ما شاملة عن الفولك أسد ولكن بالحقيقة لم يكتمل الحديث عن الفولك أسد فلا نستطيع أن نتحدث عن الفولك أسد ولا نتحدث عن الفيتامين بي 12 في نفس الوقت وأيضا لا نستطيع أن نتحدث عن الفيتامين بي 12 ولا نتحدث عن الفولك أسد أيضا في نفس الوقت لذا في بداية هذه المحاضرة سنقوم بمراجعة سريعة بسيطة عن الفيتامين بي 9 أو الفولك أسد بصراحة محاضرات الفيتامينز أقرب إلى أن تكون بحث أكثر من كونها محاضرة بالنسبة لي بصراحة فحرست بصراحة بشكل كبير على أن أضع المعلومات المهمة في هذه المحاضرات وبصراحة أكثر فخرجت المحاضرة عن كونها من لبين كوت وأيضا في بعض النقاط خرجت عن كونها بايو كامستري ولكن التبرير أن هذا كله سيصف في مصلحة هذه المحاضرة وفي مصلحة من يتابع هذه المحاضرة أعلم أن الفيديو طويل ولكن في الحقيقة هو مقسم إلى مواضيع من الأساس تستطيعون أن تحضر فقط الموضوع الذي يهمكم وأيضا بصراحة الفيديو يستحق المشاهدة لأن فيه شرح تفصيلي عن الفيتامين بي 12 وفي الحقيقة فإن هذه المحاضرة إلى حد معين فهي مكملة للمحاضرة التي سبقتها ولن أطيل عليكم سندخل في هذه المحاضرة بشكل مباشر أتمنى لكم متابعة لطيفة لهذه المحاضرة وستجدون كل شيء تحتاجونه فيما يخص هذه المحاضرة أسفل في وصف الفيديو في أي محاضرة عن الفيتامينز سنبدأ أولا بمراجعة الكلاسفيكيشن أوف فيتامينز تصنيف الفيتامينز وكما تعلمون من الفيديوهين السابقين فإننا قمنا بتقسيم الفيتامينز بشكل عام إلى قسمين أساسيين القسم الأول وهو الواتر سوليبل فيتامينز وهي الفيتامينز القابلة للذوبان في الماء والفات سوليبل فيتامينز وهي عبارة عن الفيتامينز القابلة للذوبان في الدهون أما الفاتسوليبل فيتامينز فليس هناك تقسيمات أكثر من ذلك فهي مجرد أربعة فيتامينز تستطيع أن تذوب في الدهون ولكنها لا تستطيع أن تذوب في الماء وهذه الفيتامينز يعبار عن فيتامين A, D, K and E فليس هناك تفاصيل أخرى عن الكلاسفكيشن of فاتسوليبل فيتامينز أما الواتر سوليبل فيتامينز فلن تنتهي القصة لهذا الحد وإنما سيتم تقسيم الواتر سوليبل فيتامينز إلى أقسام أخرى فحينما قسمنا الفيتامينز بشكل عام فقمنا بتقسيم الفيتامينز اعتمادا على قابلية الذوابان أي وضعنا قابلية الذوابان كمعيار لتقسيم الفيتامينز إلى مجموعتين رئيسيتين وهي الواتر سوليبل فيتامينز والفات سوليبل فيتامينز أما الآن فسنقوم بتقسيم الواتر سوليبل فيتامينز اعتمادا على التركيب الكيميائي للواتر سوليبل فيتامينز إلى قسمين القسم الأول وهو النان بي كومبلكس فيتامينز وهو عبارة عن فيتامين سي فقط أو الأسكوربيك أسد والقسم الثاني وهو عبارة عن البي كومبلكس فيتامينز وهذه البي كومبلكس فيتامينز أيضا سيتم تصنيفها إلى ثلاث أصناف اعتمادا على وظيفة هذه البي كومبلكس فيتامينز فأول صنف وهو عبارة عن الانرج ريليسين فيتامينز وهو الثايمين فيتامين بي 1 ريبفلافين فيتامين بي 2 نايسين فيتامين بي 3 بايوتين فيتامين بي 7 والبانتوثينك أسد وهو فيتامين بي 5 أما الصنف الثاني فهو هيماتوهيوتيك فيتامينز وهما عبارة عن الفولك أسد فيتامين بي 9 والكوبالامين فيتامين بي 12 أما الصنف الأخير فهو فيتامين واحد فقط وهو فيتامين بي 6 أو الفيريدوكسين أما هذان فهما عبارة عن صيغ من الفيتامين بي 6 وقد وضع الفيتامين بي 6 في صنف خاص به لأنه لا يشترك في تكوين خلايا الدم كما هو الحال في الفولك أسد والكوبالامين وأيضا لا يشترك في استخلاص الطاقة من الغذاء الذي نتناوله كما هو الحال في الانرجي ريسينج فيتامينز ويصبح مجموعة الفيتامينز بالكامل عبارة عن 13 فيتامين وقد ارتأى لبنكوت أن يبدأ بالهيماتوفيوتك فيتامينز وقد بدأنا بالفعل في هذه الهيماتوفيوتك فيتامينز وأكملنا الفولك أسد في الفيديو السابق والآن سنتحدث عن الفيتامين بي 12 أو الكوبالامين في هذا الفيديو هناك علاقة وثيقة تربط الفيتامين بي 12 بالفولك أسد ففي الحقيقة لا يستطيع الفولك أسد القيام بوظيفته المهمة من دون وجود الفيتامين بي 12 وفي الحقيقة الفولك أسد لا يستطيع أن يقوم بأي شيء من دون وجود الفيتامين بي 12 بصراحة قبل أن أقوم بعمل هذه المحاضرة كنت أعتقد دائما أن الفيتامين بي 12 هو الفيتامين المسيطر على الفولك أسد لكن أثناء عمل هذه المحاضرة صرت أعتقد أن الفولك أسد هو الفيتامين المسيطر وهو الشيء الأساسي ولكن بعد إكمال هذه المحاضرة فقد رجع الاعتقاد إلى أن الفيتامين بي 12 هو الفيتامين المسيطر الذي يقود التفاعلات والفيتامين الذي يسمح لي الفولك أسد بالقيام بوظائفه بشكل عام ولكن لي أصور لكم الموضوع بهذه الطريقة الفولك أسد عبارة عن فيتامين يفتقر للكوميونيكيشن سكولز يفتقر لمهارات التواصل فلا يستطيع أن يتواصل مع باقي المركبات بشكل جيد فواحدة من أبسط التفاعلات التي يقوم بها الفولك أسد وهو ببساطة عمل مثليشن لي الهوموسستين ويحوله إلى ميثيون الفولك أسد لا يستطيع أن يقوم بهذه العملية وحده فسيقوم بإعطاء المثل جروب إلى الفيتامين بي 12 والفيتامين بي 12 سيعطيها إلى الهوموسستين ويحوله إلى ميثيون على الرغم من أن الفولك أسد في الحقيقة هو المثل دونر الأساسي في هذه العملية ومع ذلك لأنه يفتقر للكوميونيكيشن سكولز يفتقر لمهارات التواصل فلا يستطيع أن يتواصل بشكل جيد مع الهوموسستين لكي يحوله إلى ميثيون يستخدم الفيتامين بي 12 كوسيط في هذه العلاقة وفي الحقيقة أن الفولك أسد إذا لم يعطي المثل جروب في هذه العملية فأنه سيبقى محتفظ بالمثل جروب ولن يعطيها إلى أي مركب آخر ولن يتحاول إلى أي صيغة فعالة أخرى وذلك كله بسبب عدم وجود الفيتامين بي 12 لذا لن أطيل عليكم أكثر لندخل في مراجعة بسيطة لفولك أسد وسيكون في هذه المراجعة بعض التفاصيل الإضافية ومن ثم سندخل بشكل مباشر بالحديث عن الفيتامين بي 12 الآن مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن التركيب الكيميائي لفولك أسد كما قلنا في المحاضرة السابقة أن الفولك أسد سيتكون من ثلاث أجزاء أساسية مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التيردين وهذا هو عبارة عن الـ أمينو فنزوك أسد أو الفور أمينو فنزوك أسد وهذا هو عبارة عن الغلوتاميت ريزديو وجميعها عبارة عن مركبات أضوية هذا الغلوتاميت هو عبارة عن أمينو أسد أحيانا يكون هناك أكثر من غلوتاميت ريزديو واحد فيكون لديه 2 أو 3 وهكذا النقطتان المهمتان في الفولك أسد هما عبارة عن الـ N10 والـ N5 هاتان النقطتان فيهما ترتبط مجموعة فعالة في هذا الفيتامين وتتغيق صيغة الفيتامين إلى صيغ أخرى هذه الصيغ الأخرى هي عبارة عن الصيغ الفعالة لهذا الفيتامين مثل ما نلاحظ هنا هذه عبارة عن الـ N5 وهذه عبارة عن الـ N10 فمثلا هذه الصيغة التي تمثل الصيغة الأكثر تواجدا في الجسم وهي عبارة عن الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت وهذا يعني أن هناك مثل قروب ارتبطت في هذه الـ N5 من الفولك أسد وأيضا هنا لدينا N5 N10 مثل تتراهايدروفوليت وهذا يعني أن هناك مثل قروب ارتبطت في الـ N10 والـ N5 من الفولك أسد لذا في بعض الأحيان هذه المثل قروب تسمى مثل بريج لأنها تربط جزئين من مركب معين ففي حالتنا هنا فأن المثلين أغروب أو المثلين أفريج قامت بربط نقطتين من الفولك أسد مع بعضهما البعض والفقرة الأهم في المحاضرة السابقة كانت هي عبارة عن الـ Function of Folic Acid واليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة سنحتاج إلى أن نتذكر ما هي الـ Function of Folic Acid كما نلاحظ نحن نقوم بأخذ الفولك أسد من الـ مثل ما نلاحظ هذا الفولك أسد والفولك أسد سيتعرض لعملية Reduction عن طريق إنزايم وهو عبارة عن الـ وبالتالي يتحول الفولك أسد إلى دايهايدروفولك أسد ومن ثم أيضا ستتكرر العملية مرة أخرى ويتحول الدايهايدروفولك أسد إلى تتراهايدروفولك أسد وهذا التتراهايدروفولك أسد سترتبط به مجموعة فعالة في الـ N10 أو الـ N5 مثل ما نلاحظ لكي يتحول التتراهايدروفولك إلى صيغة فعالة إلى Active Form نستطيع بذلك أن نستخدمه في هذه التفاعلات المهمة جدا في الجسم البشري فهنا الـ N10 Formal تتراهايدروفولك يستخدم في الفورين سينثيسيس وهي أحد الـ Nucleotides التي تكون الـ DNA وأيضا الـ N5-N10 مثل تتراهايدروفوليت يستخدم في الـ Diamine Monophosphate Synthesis وهي أيضا أحد الـ Nucleotides التي تكون الـ DNA وأيضا تستخدم هذه الصيغة الفعالة في تحويل الـ Glycine إلى سيرين أي إنتاج السيرين من الـ Glycine وأيضا هذه الصيغة التي وصفناها بكونها أكثر صيغة من الفولك أسد تواجدا في الجسم فهذه الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت تستخدم في تكوين الميثيونين تستخدم في الميثيونين سينثيسيس from homocysteine ولـ vitamin B12 مساهمة في هذا التفاعل وأيضا تعرفنا على الـ One Carbon Metabolism وهي عبارة عن عملية يتم من خلالها نقل ذرة كاربون واحدة من مركب إلى آخر وفي النهاية تؤدي إلى تحويل هذه المركبات المشتركة في هذا التفاعل وهو الـ One Carbon Metabolism من مركب إلى مركب آخر وقد تحدثنا عن هذا الشيء بالتفصيل في المحاضرة السابقة ولكن اليوم علينا أن نعلم أن الفولك أسد ليس هو الفيتامين الوحيد الذي يقوم بالـ One Carbon Metabolism وإنما هو عبارة عن واحد من هذه المركبات داخل الجسم التي تساهم في عمل هذا الـ One Carbon Metabolism فللفيتامين B12 أيضا مساهمة في هذا الشيء فاليوم حينما سنتحدث عن الـ Function of Vitamin B12 لن نستطيع أن نخرج الفولك أسد من هذه الحزبة وسنلاحظ أن الفولك أسد والفيتامين B12 يشتركان مع بعضهما البعض في التفاعلات وكما قلت فأن الفيتامين B12 والفولك أسد هم عبارة عن صديقين لا يفترقان أبدا فأنا لا أستطيع أن أكون الـ DNA من دون وجود الفيتامين B12 وأيضا لا أستطيع أن أكون الـ DNA من دون وجود الفولك أسد لذا الـ One Carbon Metabolism ليس شيء خاص بالفولك أسد وإنما هو شيء تساهم به مركبات أخرى سنتعرف على المركب الآخر الذي يساهم في الـ One Carbon Metabolism وهو عبارة عن الفيتامين B12 وقد تعرفنا على الـ Dietary Sources of Folate وقلنا أن الفولك أسد هو عبارة عن مركب أضوي نحصل عليه بشكل أساسي من المصادر النباتية فهو يوجد في تراكيز عالية بالليفي دارك جرين فيجتابلز وقلنا أن الـ Deficiency للفولك أسد تسبب أمرين مهمين الأمر الأول وهو عبارة عن المينغالابلاستيك أنيميا مثل ما نلاحظ هذا هو شكل البون مرة نخاء العظم الطبيعي وهذا هو شكل نخاء العظم حينما يحصل لدي فولك أسد ديفيشنسي فهذا هو عبارة عن المينغالابلاستيك بون مرة وهذا المظهر سيكون موجود في البون مرة وأيضا سيكون موجود في الدم وذلك بسبب وجود المينغالابلاست وهي عبارة عن الخلايا الأم التي تكون الـ RPCs فبسبب نقص الفولك أسد فلن نستطيع أن نكون كمية كافية من الـ DNA وبالتالي لا تستطيع هذه المينغالابلاست أن تكمل طريقها لكي تتحول إلى RPCs إلى خلايا دم حمر فبالتالي تخرج إلى الدم وهي غير مكتملة الانقسام وهذه المينغالابلاست تمتاز في كبر حجمها مقارنة بالـ RPCs كما نلاحظ هذه عبارة عن الـ RPCs وهذه عبارة عن المينغالابلاست ولهذا السبب تسمى الأنيمية التي تحصل بسبب الفولك أسد ديفيشنسي بمينغالابلاستيك أنيميا وأحيانا تسمى أيضا بماكرو سيتك أنيميا ماكرو سيتك أيضا إشارة إلى أن خلايا الدم كبيرة مقارنة بالحجم الطبيعي للخلايا والأمر الآخر الذي تسببه الفولك أسد ديفيشنسي هو عبارة عن الـ Perth Defects أو الـ NTDs الـ NTDs هي عبارة عن Neural Tube Defects مثلما نلاحظ هذه عبارة عن الـ Spina Bifida وهي أحد التشوهات الولادية التي تحصل بسبب الفولك أسد ديفيشنسي مثلما نلاحظ هذه عبارة عن الـ N-Encephaly أيضا أحد التشوهات الولادية التي تحصل بسبب الفولك أسد ديفيشنسي والعامل المشترك اليوم ما بين الفولك أسد والفيتامين بي 12 هو أن كل من الفولك أسد والفيتامين بي 12 ديفيشنسي يسببان ميغالوبلاستيك أنيميا مثلما نلاحظ هذا الجدول يوضح ما هي المركبات التي ستساهم بعملية الـ One Carbon Metabolism فمثلما نلاحظ هنا الفوليت لديه المساهمة الأكثر في الـ One Carbon Metabolism مثلما نلاحظ هذا الـ N10 Formal Tetrahydrofolate هنا FH4 إشارة إلى التتراهايدروفوليت فهذا التتراهايدروفوليت يأخذ الـ Formal Group من الفورميت وأيضا مثلما نلاحظ هذه الصيغة الفعالة الأخرى وهي عبارة عن الـ N5 N10 Methylene Tetrahydrofolate فهنا يأخذ المثلين جروب من السيرين ومن الـ Glycine ومن الفورمال ألديهايد وهذا الـ N5 Methyl Tetrahydrofolate سيأتي من الـ N5 N10 Methylene Tetrahydrofolate فسيحصل تفاعل بسيط يحول الـ N5 N10 Methylene Tetrahydrofolate إلى N5 Methyl Tetrahydrofolate وبالتالي يدخل هذا الـ N5 Methyl Tetrahydrofolate في عملية تحويل الـ Homocysteine إلى المثيونين وسيشترك أيضا بهذا التفاعل الـ Vitamin B12 بغياب الـ Vitamin B12 أو بغياب الـ N5 Methyl Tetrahydrofolate فلن تتم عملية تحويل الـ Homocysteine إلى مثيونين والمثيونين سيتحول إلى السام سنتحدث عنه بعد قليل فهذا السام سيشترك في تكوين الـ Neuro Transmitters وهي النواقل العصبية بين الخلايا العصبية لذا فنقص Vitamin B12 أو نقص الـ Folic Acid سيؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي وهكذا فيما يخص الـ Folic Acid ولكن هناك مركبات أخرى أيضا تساهم في الـ One Carbon Metabolism فمثل ما نلاحظ هنا المثيونين سيتحول إلى مركب آخر هو السام أو الـ SAM وهذا المركب أيضا سيساهم في الـ One Carbon Metabolism ولكن الـ One Carbon Metabolism التي سيساهم بها المثيونين ستكون الغاية الأساسية منها تكوين الكيتكولومينز وهي عبارة عن أحد أنواع الـ Neuro Transmitters ولكن نحن نعلم من المحاضرة السابقة أن المثيونين يحتاج إلى التتراهايدروفوليت لكي يتكون لذا فنعود للنقطة الأساسية أن التتراهايدروفوليت أو الفولك أسد بشكل عام هو أهم المركبات التي تقوم بالـ One Carbon Metabolism ولكن نشير هنا إلى أن الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت هو من سيعطي المثيونين الغروفوليت ولكن نحتاج إلى الفيتامين بي 12 لأداء هذه المهمة وأحد وظائف هذه المحاضرة لهذا اليوم أن تجيب على سؤال ما هي مساهمة الفيتامين بي 12 في هذه العملية ولماذا يحصل لدي أيضا ميجالفلاستيك أنيميا حينما يكون لدي فيتامين بي 12 ديفيشنسي هذه هي أسماء الفيتامين بالكامل ابتداء من الفيتامين A وانتهاء بالفيتامين K حتى الآن أكملنا فقط الفيتامين B9 أو الفولك أسد ستلاحظون موجود هذا الشكل في جميع المحاضرات التي ستكون عن الفيتامين وذلك لكي تعلق أسماء هذه الفيتامين في أذهانكم أيضا ترتيب هذه الفيتامين بهذه الطريقة ابتداء من الفيتامين A وانتهاء بالفيتامين K سيسهل الحفظ بشكل كبير ولكن اليوم سيكون لدينا الفيتامين B12 لذا لندخل في تفاصيل الفيتامين B12 الآن كما هو الحال في الفولك أسد قمنا بتغطية نقاط معينة عن الفولك أسد ففي الفيتامين B12 أيضا ستكون هناك نفس النقاط تقريبا سنقوم بتغطيتها عن الفيتامين B12 وعن جميع الفيتامين إن شاء الله فسنتعرف عن النامز الأسماء سنتعرف على الكيميكال ستركتر سنتعرف على الأكتيف فورمز الفيتامين B12 وأيضا الشيء الأهم كالعادة هو عبارة عن الفنكشنز نحتاج إلى أن نتعرف على ما هي وضاعف الفيتامين B12 على وجه التحديد وأيضا سنتعرف على الأبزوربشن سنتعرف على ترانسبورت وذين بلود وسنتعرف على الإكسكريشن وهل يحصل لدينا ستورج للفيتامين B12 أو لا ولكن في الفيتامين B12 فهناك خصوصية لهذا الفيتامين فيما يخص هذه الفقرة وأيضا سنتعرف على الديتاري سورسز أو سورسز فروم دايت فيما يخص الفيتامين B12 ومن المؤكد سنتحدث عن الكلينيكال انديكيشن لهذا الفيتامين ومتى سيحصل لدي فيتامين B12 ديفيشنسي ومتى سأحتاج الفيتامين B12 بصيغة دايتاري سبليمنت وما هي الطرق التي من خلالها استطيع أن أعطي الفيتامين B12 بصيغة دايتاري سبليمنت لمريض يعاني من نقص في هذا الفيتامين لذا فهذه هي المواضيع التي سيتم تخطيتها عن الفيتامين B12 ومن خلال هذه المحاضرة فإذا سئلت عن أي من هذه التفاصيل عن الفيتامين B12 فأنك ستتمكن من الإجابة وباستفاضة فأولا فيما يخص النامس of vitamin B12 فالاسم العلمي للفيتامين B12 هو عبارة عن الكوبالامن فالكوبالامن هو عبارة عن مركب في الطبيعة نحن نستخدمه كفيتامين لهذا السبب أطلقنا عليه لقب فيتامين B12 ولكن لي الفيتامين B12 صيغ أخرى وأسماء أخرى فمثلا السيغة كوبالامن هو عبارة عن الديتري سبليمنت الذي نأخذه للفيتامين B12 هذا هو عبارة عن الصيغة من الفيتامين B12 الذي نأخذها كمكمل غذائي ونستطيع أن نأخذها أما عن طريق الفم أو عن طريق إبرة في العضلة والصيغة الثالثة للفيتامين B12 هي عبارة عن الـ 5'-Dioxydenosylcopalamin وهي عبارة عن صيغة فعالة سنتحدث أنها خلال هذه المحاضرة والاسم الثالث هو عبارة عن المثل كوبالامن وهو أيضا صيغة فعالة سنتحدث أنها خلال هذه المحاضرة كما هو الحال في محاضرة الفولوك أسيد سنتعرف أولا على الـ Chemical Structure of Vitamin B12 مثل ما نلاحظ كوبالامن أو فيتامين B12 contains a current ring system ماذا يعني current ring system؟ هو عبارة عن مجموعة من الحلقات تكون موضوعة حوله أحد الفلزات وهو عبارة عن الكوبالت الكوبالت أو كنا نسميه في العربي حينما كنا ندرس الكيمياء بالعربي نسميه كوبالت ولكن التسمية بالإنجليش أو التسمية العلمية له هو عبارة عن كوبالت وهذا الكوبالت هو عبارة عن أحد أنواع الفلزات يوازي النحاس ويوازي الأيرون الحديد وإلى آخره ولكن ما يهمني أن هذا الكورن رينج سيستم هو عبارة عن حلقات من المركبات العضوية تكون موجودة حول هذا الكوبالت وهذه الكورن رينج تتكون من أربعة فيرول رينج هذه الواحدة أو الصفراء الواحدة هي عبارة عن فيرول رينج هذا التركيب الكيميائي للكوبالامين أو الفيتامين بي 12 يشابه حلقة الفورفرن الموجودة في الهيم الهيم هو عبارة عن الجزء الفعال من الهيموغلوبين الذي يقوم باستقبال الأكسجن حينما يقوم الهيموغلوبين بنقل الأكسجن داخل الدم فهنا الهيم مكون من فورفرن رينج سيستم بينما الكوبالامين مكون من كورن رينج سيستم ولكن الشكل العام لهذان المركبان وهما الكوبالامين والهيم يتشابهان فيما بينهما ولكن هناك اختلافان اختلاف منهما ليس مهم أفدا على الإطلاق في هذه المحاضرة واختلاف آخر مهم بالحقيقة في هذه المحاضرة الاختلاف الأول أي أن الفورفرن رينج سيستم والكورن رينج سيستم يختلفان فيما بينهما مثل ما نلاحظ هنا هذه عفارة عن فيرول رينج وهذه عفارة عن فيرول رينج هذان التورينج سيرتبطان مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى مثلين برج والمثلين برج هو عفارة عن CH2 تعرفنا عليه في المحاضرة السابقة وتعرفنا عليه أيضا في بداية هذه المحاضرة وقلنا أن ال-N5-N10 مثلين تتراهايدروفوليت يحتوي على مثلين جروب أو مثلين برج بحيث أن هذه المثلين برج تربط ال-N10 من التتراهايدروفوليت بال-N5 من التتراهايدروفوليت فالمثلين جروب هي عبارة عن جزء من المركب العضوي يستطيع الارتباط بنقطتين من المركب ففي الكورن رينج سيستم هناك حلقتين من ال-P-Roll two-P-Roll rings يرتبطان مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى مثلين جروب بينما هذا لا يكون موجود في ال-HIM لا يكون موجود في ال-Porpharing Ring System بصراحة هذه المعلومة ليست مهمة أبدا ولكن أنا لا أريد بصراحة أن تدخل إلى هذا الفيديو ويكون هناك فقرة في Libbing Code لا تفهمها فعلى الأقل علمت ماذا تأني هذه المعلومة وعلمت أيضا أن هذه المعلومة ليست مهمة على الإطلاق على الأقل ليست مهمة لطلاب الطب ولكن من الجميل أنك تستطيع أن تقوم بتفسير النص الذي تقرأه الآن الإختلاف الآخر المهم جدا هو أن الكوبولامن يحتوي على الكوبولت كما قلت هو أحد الفلزات بينما ال-HIM يحتوي على ال-Iron يحتوي على الحديد وهذا الحديد يكون بصيغة الفرس أي بصيغة الحديد الثنائي فهذا الكوبولت is held in the center of the ring system هذا الكوبولت موجود في مركز هذا الكورن ring system وهذا الكوبولت يرتبط به four coordination points with the nitrogen of the b-roll groups أي أن هذه ال-b-roll groups الأربعة ترتبط مع الكوبولت بأواصر تناسقية عن طريق ذرة ال-nitrogen التي تحويها كل من هذه ال-b-roll rings فال-coordination points هي عبارة عن أواصر تناسقية والأواصر التناسقية إلى حد ما هي عبارة عن أواصر ضعيفة مقارنة بالأسرة التساهمية أو ال-covalent bond الأسرة التساهمية وهي الأسرة التي تربط ذرات الكربون مع بعضها البعض وهذا نجده في ال-amino acids في الفاتي acids وغيرها من المراكبات العضوية داخل الجسم أما ال-ionic bond فهي الأسرة التي تربط الأيونات مع بعضها البعض مثال ذلك ال-NACL أي كلوريد الصوديوم وهو عبارة عن ملح الطعام الذي نتناوله وأيضا الكوفيلنت bond فهي ضعيفة مقارنة بالأسرة الأيونية أو ال-ionic bond هذه عبارة عن أساسيات في الكيمياء بالحقيقة لسنا محتاجون إلى أن نقوم بمراجعة هذه التفاصيل البسيطة ولكنها في الحقيقة معلومات عامة لذا فكملخص لهذا السلايد فإن التركيب الكيميائي لـ vitamin B12 أو الكوبالامن يشابه التركيب الكيميائي للهيم وهو عبارة عن الجزء من الهيموغلوبن الجزء الفعال من الهيموغلوبن الذي يقوم باستقبال الأكسجن ولكن هناك اختلافات بسيطة في التركيب الكيميائي فهنا لدي كورن رينج سيستم وهنا لدي فورفرن رينج سيستم وهناك اختلاف بعض الشيء في علاقة هذه الحلقات مع بعضها البعض داخل التركيب الكيميائي للفيتامين B12 ولكن هذا الاختلاف لا نجده بالهيم وهذه المعلومة كما قلت ليست مهمة على الإطلاق ولكن ما يهمني أن نستطيع أن نقوم بتفسير النص الذي نقرأه في البنكوت المعلومة الأهم هو أن في مركز هذا الكورن رينج سيستم لدي الكوبالت وهو عبارة عن أحد الفلزات بينما في مركز هذا الفورفرن رينج سيستم من الهيم لدي الحديد بدلا من الكوبالت مثل ما نلاحظ هذه صورة أخرى هذه عبارة عن البيرول رينج وجميع هذه البيرول رينج ستكون الكورن رينج سيستم وهذا الكورن رينج سيستم سيحيط بالكوبالت الذي سيكون هو عبارة عن النقطة الفعالة للكوبالامن التي سترتبط بها المركبات الأخرى ومن خلال هذا الكوبالت سيقوم الفيتامين بي 12 بأداء وظيفته داخل الجسم The remaining coordination points of the copal are with the nitrogen of 5,6-dimethylbenzimidazole and with cyanide and commercial preparations of vitamin B12 in the form of cyanocopalamin ماذا يعني ذلك؟ كما قلنا أن الفور فيرول رينغز التي ستكون الكورين رينغ سيستم ترتبط بالكوبالت بآصرة تناسقية ولكن الكوبالت يستطيع أن يقوم بستة أواصر تناسقية قام بأربع أواصر تناسقية مع الفيرول رينغز وتبقى آصرتها هاتان الآصرتان سيرتبط بهما عنصر معين من الأعلى سنتعرف عليه الآن وأيضا مركب عضوي من الأسفل هذا المركب العضوي هو هذا الذي هو عبارة عن 5,6-dimethylbenzimidazole ومن الأعلى سيرتبط السيانايد الذي هو عبارة عن أحد العناصر الموجودة في الطبيعة ولكن هذا التركيب للكوبالامن يعتبر تركيب تجاري أي أننا نأخذ الكوبالامن من الصيدلية بهذه الصيغة المذكورة هنا وتسمى هذه الصيغة الصناعية للكوبالامن بالسيانا كوبالامن مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن عبوة الفيتامين بي 12 الموجودة في الصيدلية فنقوم بأخذ الفيتامين بي 12 بصيغة سيانا كوبالامن أي نقوم بأخذها بصيغة dietary supplements عبارة عن مكمل غذائي ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السيانايد الذي سيرتبط بدرة الكوبالت الموجودة في الكوبالامن بهذه النقطة من الأعلى وهذا المركب الغريب سيرتبط بالكوبالت من الأسفل ويكون بذلك السيانا كوبالامن الذي هو عبارة عن الصيغة الصناعية من الكوبالامن أما الآن فسنتأرف على الصيغة الفعالة للفيتامين بي 12 ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ كوبالامن موجودتان في الجسم الصيغة الأولى هي عبارة عن 5' ديوكسي أدينوسل كوبالامن والصيغة الأخرى هي عبارة عن المثل كوبالامن ونحن نحتاج الكوبالامن في تفاعلين في الجسم فكل من هذه الصيغة الفعالة تساهم في تفاعل معين واحد فقط داخل الجسم فمثلا المثل كوبالامن هو عبارة عن كوبالامن طبيعي فيتامين بي 12 طبيعي ولكن يرتبط به مثل أقروب بدلا من السيانايد الموجود في الصيغة التجارية فمثل ما نلاحظ إذا ارتبط مثل أقروب أو إذا ارتبط CH3 بالكوبالامن يصبح اسمه مثل كوبالامن وهذا هو عبارة عن أحد الصيغة الفعالة الموجودة داخل الجسم والتي تساهم في تحويل الهوموسيستين إلى مثيونين كما سنتعرف إن شاء الله بعد قليل ولكن أيضا يوجد صيغة أخرى فعالة لهذا الفيتامين وهي عبارة عن 5' ديوكسي أدينوزيل كوبالامن وهذه الصيغة تنتج ببساطة من اتحاد ديوكسي أدينوزيل في الكوبالامن بدلا من المثل جروب وبدلا من السيانايد والديوكسي أدينوزيل هو عبارة عن نيوكليوزيل أي أن هذه الديوكسي أدينوزيل هي عبارة عن أدينين هذه عبارة عن الأدينين هذه قاعدة نتروجينية الأدينين وترتبط بها رايبوز رايبوز هو عبارة عن السكر المكون من خمسة ذرات من الكاربون وحينما نقول ديوكسي أي أنه يفتقر لذرة أكسجن وحينما يرتبط هذا المركب مع الكوبالامن يصبح اسمه 5' ديوكسي أدينوزيل كوبالامن وإن لم تستطعوا أن تفهموا ما قلته قبل قليل على وجه الدقة فما يهمكم من الموضوع أن في الطبيعة هناك مركب اسمه الكوبالامن هذا الكوبالامن هو عبارة عن بيتامين بي 12 بالنسبة لنا نحن كنظام بيولوجي بشر هذا الكوبالامن له صيغ ثلاثة الصيغة الأولى وهي عبارة عن السايونا كوبالامن هذه السايونا كوبالامن هي عبارة عن الكوبالامن نفسه ولكن ارتبط به سيانايد في هذه النقطة من الكوبالت التي يحتويها الكوبالامن وهذه هي عبارة عن صيغة تجارية أو صيغة نجدها في الصيدليات وقد قاموا بصناعة هذه الصيغة أي قاموا بإضافة السيانايد إلى الكوبالت للمحافظة على استقرار هذا المركب فحينما أرادوا أن يقوموا بصناعة الفيتامين بي 12 بصيغة مكمل غذائي وجدوا أن هذا الكوبالامن هذا الفيتامين بي 12 يكون أكثر استقرارا صناعيا حينما يضيف السيانايد لهذا المركب لهذا الفيتامين لهذا الكوبالامن لهذا الفيتامين بي 12 ولكن حينما يدخل هذا الكوبالامن إلى داخل الجسم فلكي نستطيع أن نستخدم هذا الكوبالامن لكي يصبح هذا الكوبالامن عبارة عن صيغة فعالة تستطيع أن تؤدي وظيفتها داخل الجسم فأننا نقوم بإضافة مركبات معينة نقوم بإضافة مجامع فعالة معينة على هذا الكوبالامن لكي نحوله إلى صيغة فعالة حتى إذا دخل السيانا كوبالامن إلى داخل الجسم فأننا سنقوم بإزالة السيانايد ونضع بدلا منه مجموعة فعالة فسواء أخذنا الكوبالامن بصيغته الطبيعية الذي هو عبارة عن كوبالامن نأخذها من الغذاء أو أخذنا الكوبالامن بصيغة مكمل غذائي مثل السيانا كوبالامن فأننا سنقوم بإزالة السيانايد ونضيف إما هذا المركب أو هذا المركب فهذا المركب هو عبارة عن مثل أغروب سنضيفه هنا فسيتحول الكوبالامن من كوبالامن إلى مثل كوبالامن والصيغة الفعالة الأخرى ستتكون من إضافة 5' ديوكسي أدينوزين للكوبالامن في هذه النقطة فسيتحول اسم الكوبالامن من كوبالامن إلى 5' ديوكسي أدينوزين كوبالامن وهذان الصيغتان هذه الصيغة وهذه الصيغة هما الصيغتان الفعالتان داخل الجسم وهذه الصيغة تساعد الفولك أسد في عملية المثليشن في عملية تحويل الهوموسستين إلى ميثيونين وهذه الصيغة تساهم في عملية هضم الفاتي أسد في عملية هضم الأحماض الدهنية داخل الجسم وببساطة هاتان هما وظيفة الفيتامين بي 12 فهذه الصيغة تؤدي وظيفة داخل الجسم وهذه الصيغة تؤدي وظيفة أخرى داخل الجسم وهذا الكوبالامن داخل الجسم يؤدي فقط هاتين الوظيفتين داخل الجسم مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الفولك أسد وقلنا في المحاضرة السابقة أن الـ N5 والـ N10 هما النقطتان الفعالتان للفولك أسد وهنا ترتبط المثل غروب وهنا ترتبط الفورمال غروب وبالتالي يستطيع التتراهايدروفوليت أن يتحول إلى صيغة فعالة تساهم بالتفاعلات في بعض التفاعلات الكيميائية داخل الجسم فحينما نعود للكوبالامن فهذه هي عبارة عن النقطة الفعالة التي سترتبط بها مجامع فعالة تحول الكوبالامن من صيغة لا نستطيع أن نستفاد منها داخل الجسم إلى صيغة فعالة نستطيع أن نستخدمها في التفاعلات داخل الجسم وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المركب أو هذا الجزء من الفيتامين B12 لن يزال حين تحويل الفيتامين B12 من السيانا كوبالامن إلى مثلا وذلك لأن الدايمثل بنزيميدازول هو عبارة عن أحد مكونات الفيتامين B12 لذا فالشيء الوحيد المسموح له أن يتغير في الكوبالامن هو ببساطة المركب المرتبط بالكوبالت من الأعلى سواء كان سيانايد سواء كان مثل غروب أو 5-فرام ديوكسي أدينوزين الآن فقد تعرفنا على الكيميكال ستركشور للفيتامين B12 بصراحة أيضا الكيميكال ستركشور للفيتامين B12 ليس مهم بشكل كبير بصراحة ولكن ما يهمنا هو أن نتعرف فقط على الستركشور بشكل عام أن نأخذ فكرة عن الستركشور ولكن مع ذلك فإن الكيميكال ستركشور للفيتامين B12 مهم جدا وذلك بصراحة لأنني أعتقد دائما أننا نهرب من الكيميكال ستركشور لأي مركب على الإطلاق وذلك لأننا نعتقد أن الكيميكال ستركشور غالبا ما يكون معاقد ولكن خلال هذه المحاضرة تعرفنا على التركيب الكيميائي للفيتامين B12 ولم يعد هناك black area فيما يخص الفيتامين B12 لم يعد هناك منطقة سوداء لا نعرف ما هي منطقة مظلمة لا نعرف ما فيها عن الفيتامين B12 على الأقل أخذنا الفكرة التي نحتاجها ولست محتاج مرة أخرى إلى أن تتعرف على الكيميكال ستركشور للفيتامين B12 تكفي مرة واحدة فقط أن تعلق بعض التفاصل فيما يخص الكيميكال ستركشور وهذا كل شيء لذا نتابع أما الآن فسنتعرف على الـ functions of vitamin B12 سنتعرف على وظائف الـ vitamin B12 أو الكوبالامين كما قلت قبل قليل أننا سنحتاج إلى الـ vitamin B12 أو الكوبالامين في تفاعلين فقط داخل الجسم البشري هذان التفاعلان هما عبارة عن الـ remethylation والـ isomerization مثل ما نلاحظ التفاعل الأول هو عبارة عن remethylation of homocysteine to methionine مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التفاعل الأول قمنا من خلال هذا التفاعل بتحويل الـ homocysteine إلى methionine وكما نعلم من المحاضرة السابقة أن هذا التفاعل يتم باستخدام الفولك أسد وإن شاء الله في هذه المحاضرة سنعلم ما هي وظيفة الـ vitamin B12 بهذا التفاعل على وجه الدقة فهذه الصيغة الفعالة من الفولك أسد التي هي عبارة عن الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت ستساهم بتحويل الـ homocysteine إلى methionine وسيتم هذا التفاعل أيضا بمساعدة الـ vitamin B12 ووظيفة الـ vitamin B12 ببساطة هو أن الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت لا يعطي المثل جروب للـ homocysteine لكي يحوله إلى المثيونين بشكل مباشر وإنما سيقوم بإعطاء هذه المثل جروب إلى الـ vitamin B12 والـ vitamin B12 بدوره سيقوم بإعطاء هذه المثل جروب إلى الـ homocysteine ليحوله إلى المثيونين أي بعدم موجود الفولك أسد لا تتم هذه العملية وبعدم موجود الـ vitamin B12 أيضا لا تتم هذه العملية وأود الإشارة هنا إلى أن المثيونين سيدخل في تفاعلات معينة منها تفاعلات أقوم من خلالها بتكوين الكاتيكولامينز وهذه الكاتيكولامينز هي عبارة عن أحد الـ neurotransmitters أحد النواقل العصبية التي تقوم بنقل الإعازات العصبية بين خليتين عصبيتين فحينما يدخل هذا المثيونين في عملية تكوين النواقل العصبية فهو يفقد المثل جروب الذي حصل عليها من هذا التفاعل فيعود بالتالي ليتحول مرة أخرى إلى هوموسستين ويأتي الفولك أسد والفيتامين B12 من خلال هذا التفاعل لكي يقوموا بإعادة تحويل الـ هوموسستين إلى ميثيونين وهكذا يعود الميثيونين ليدخل في عملية تكوين النواقل العصبية ويعود مرة أخرى لكي يتحول إلى هوموسستين فهنا لم يقل أننا سنقوم بعملية مثليشن وسنحتاج بها إلى الفيتامين B12 وإنما قال سنقوم بعملية ريمثيليشن لأن هذا الميثيونين كثيرا ما يفقد هذه المثل جروب ونحتاج باستخدام الفيتامين B12 إلى أن نعيد المثل جروب هذه إليها أما التفاعل الآخر الذي سنحتاج به إلى الفيتامين B12 هو عبارة عن أما ماذا تعني إيزمريزيشن؟ إيزمريزيشن هي ببساطة إعادة ترتيب ذرات مركب معين في الفراخ مثل ما نلاحظ هنا هذا المركب هذا هو عبارة عن المثل مالانيل كوينزايم A فسنقوم بعمل أيزمريزيشن لهذا المركب أي سنقوم بعادة ترتيب هذه الذرات في الفراخ دون أن نضيف أو نحذف أي من هذه الذرات المكونة لهذا المثل مالانيل كوينزايم A ومن خلال هذه الأيزمريزيشن من خلال إعادة الترتيب هذه لذرات هذا المركب سنقوم بتحويله إلى سكسنل كوينزايم A فمثل ما نلاحظ الفرغ ما بين هذا المركب وهذا المركب ليس في عدد الذرات ولا في نوع هذه الذرات وإنما فقط في ترتيب هذه الذرات مع بعضها البعض وسنقوم بهذه العملية باستخدام إنزايم هو عبارة عن المثل مالانيل كوينزايم A وهذا الإنزايم سيحتاج إلى وجود الفيتامين B12 والصيغة الفعالة لهذا الفيتامين B12 التي ستشترك في هذا التفاعل هو عبارة عن الفايفو برايم ديوكسي أدينوزل كوبالامين هذا المركب هذا المثل مالانيل كوينزايم A is reduced during the degradation of some amino acids isoleucine, valine, ethereonine and methionine وأيضا ليس فقط حينما يتم عمل degradation للأمينو أسد وإنما أيضا يتكون هذا المثل مالانيل كوينزايم A حينما نقوم بعمل degradation للفاتي أسد ولكن ليست جميع الفاتي أسد وإنما فقط الفاتي أسد التي تملك odd numbers of carbon atoms ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا المثل مالانيل كوينزايم A يتكون نتيجة تحليل أو هدم بعض أنواع الأمينو أسد وأيضا يتكون نتيجة تحليل أو هدم بعض أنواع الأحماض الدهنية هذه الأحماض الدهنية تحتوي على عدد فردي من ذرات الكربون فod numbers of carbon atoms يعني مثلا 19 ذرة كربون أو 13 ذرة كربون بهذا المعنى وهذا السكسنال كوينزايم A بدوره سيدخل إلى TCA cycle والTCA cycle ببساطة هي عبارة عن سلسلة من التفاعلات تتم داخل الميتوكونديرية نستطيع من خلالها أن نقوم بتصنيع أمينو أسد نقوم بتصنيع غلوكوز نقوم بتصنيع أنواع من المركبات إن شاء الله سنتعرف عليها خلال المحاضرات القادمة أو خلال الجزء القادم من البنكوت لذا فأنا أحتاج الفيتامين B12 في عمل remethylation للهوموسستين وتحويله إلى مثيونين والصيغة الفعالة من الفيتامين B12 التي ستشترك بهذه العملية هي عبارة عن المثل كوبالامن وإضا سأحتاج الفيتامين B12 في عمل remethylation للمثل مالانيل كوينزايم A وأحوله إلى سكسنال كوينزايم A والصيغة الفعالة من الفيتامين B12 التي ستساهم بهذا التفاعل هي عبارة عن الفافيو برايم ديوكسي ادينوزيل كوبالامن فالكوبالامن يشترك في الجسم فقط بهذان التفاعلان ولكن هذان التفاعلان لهما أهمية كبيرة جدا فلولا وجود الفيتامين B12 في الجسم فهذان التفاعلان لا يحصلان أبدا وإن لم يحصلان هذان التفاعلان داخل الجسم فسيؤدي ذلك إلى حصول مشاكل صحية خطيرة جدا قد تؤدي حتى إلى الوفا لذا فلدي التتراهايدروفوليت والتتراهايدروفوليت سيتفاعل مع السيرين والسيرين يملك مثل جروب وبالتالي سيتحول التتراهايدروفوليت بعد أن أخذ المثل جروب من السيرين إلى N5 مثل تتراهايدروفوليت ومن جديد سيتفاعل N5 مثل تتراهايدروفوليت مع الهوموسستين وسيقوم بتحويل الهوموسستين بمساعدة الفيتامين B12 إلى مثيونين وعند هذه النقطة بالتحديد فأن الفولك أسد لن يستطيع أن يعطي المثل أجروب إلى الهوموسستين ويحوله إلى مثيونين من دون وجود الفيتامين B12 الفولك أسد عبارة عن فيتامين انطوائي لا يتحدث مع المركبات لا يتعامل مع مركبات أخرى بعدم وجود الفيتامين B12 لذا وجود الفيتامين B12 هنا لكي يتحدث مع المركبات الأخرى نيابة عن الفولك أسد وسيتم عقد صفقة مع الهوموسستين من خلالها الهوموسستين سيأخذ المثل جروب ويتحول إلى مثيونين ولكن أحد أهم النتائج بصراحة التي سنحتاجها هو أننا سنعيد الفايف مثل تتراهايدروفوليت إلى تتراهايدروفوليت من جديد وبالتالي هنا سيستطيع التتراهايدروفوليت أن يذهب ويتحول إلى صيغة فعالة أخرى منها الـ N10 formal tetraهايدروفوليت ويدخل في تصنيع الـ DNA وكما ترون هذا هو التفاعل بصيغة مبسطة فهذه هي الفكرة الأساسية من موجود الفيتامين B12 بهذا التفاعل ولكن القصة لم تنتهي هنا هناك الكثير من التفاصيل في خصوص هذا التفاعل لذا لنتحدث عن هذه التفاصيل سأترك هذه الفقرات لكم لأنها ببساطة إعادة لما تم ذكره قبل قليل ولكن ما يهمني هو أن حينما يحصل لدي فيتامين B12 deficiency أو folic acid deficiency فأن ذلك يؤدي إلى homocysteine accumulation سيتراكم الhomocysteine داخل الجسم لأنني لا أستطيع أن أقوم بتحويل الhomocysteine إلى مثيون من خلال هذا التفاعل وأيضاً حينما يرتفع الhomocysteine فإن ذلك يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية للجسم البشري وأيضاً في مشاكل عصبية داخل الجسم وأيضاً لن أقوم بقراءة هذه الفقرات سأتركها لكم لأنها يعادل لما تم ذكره في هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة للfolic acid ولكن ما يهمني أن مثيونين can then be activated to S هذه السام التي تعرفنا عليها في بداية هذه المحاضرة أو SAM to transfer the methyl group to other compounds ماذا يعني ذلك؟ أي أننا حينما قمنا بعمل remethylation للhomocysteine وحولناه إلى مثيونين فأن هذا المثيونين أيضاً سيتحول إلى صيغة فعالة هذه الصيغة الفعالة أيضاً ستدخل في تفاعلات معينة وأيضاً ستعطي المثل أقروب التي تملكها لمركب آخر وبالتالي تقوم بتصنيع مركبات معينة وكما نلاحظ أن المثيونين سيتم تحويله إلى S-adenosal methionine أو SAM وهذه الصيغة الفعالة ستدخل بتصنيع النواقل العصبية داخل الجسم ستدخل بتصنيع الـ Neurotransmitters أو على وجه التحديد الكاتيكولامينز مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الهوموسستين وأريد منكم أن تركزوا بالتركيب الكيميائي لهذا الهوموسستين سيتم تحويل الهوموسستين إلى مثيونين مثل ما نلاحظ هنا مثيونين وذلك بإعطاء الـ CH3 إلى الهوموسستين فسيتحول إلى مثيونين وبالتالي هذا المثيونين سيتحول إلى صيغة فعالة أخرى ويدخل في تفاعل مماثل يمنح من خلاله المثلغروب الذي يملكها ويساهم بتكوين مركبات مهمة داخل الجسم فإذا حصل لدينا نقص في الفيتامين B12 أو الفولك أسد فأن الهوموسستين سيتراكم ولن نستطيع أن نقوم بتحويل الهوموسستين إلى مثيونين وبالتالي حينما لا نستطيع أن نكون المثيونين فلن نستطيع أن نكون هذا السام وبالتالي لن نستطيع أن نكون Neurotransmitters لن نستطيع أن نكون نواقل عصبية نحتاج إليها داخل الجسم مثل ما نلاحظ هنا قمنا بتحويل الهوموسستين إلى مثيونين وقمنا أيضا بتحويل المثيونين إلى S-Adenosal-Methionin وذلك باستخدام ATB وقام هذا ال-S-Adenosal-Methionin أو باختصار سام قام بالدخول في هذه التفاعلات مثل ما نلاحظ هنا هذا التفاعل نقوم بتحويل النور أفينفرين إلى أفينفرين هذا النور أفينفرين هو عبارة عن نوع من أنواع النواقل العصبية نحوله إلى أفينفرين هذا هو عبارة عن الأدرينالين وهذا هو عبارة عن النور أدرينالين هذا الأدرينالين أو الأفينفرين مهم جدا في ال-S-Nervous System وعلى ما أعتقد أننا نعلم ماذا يعني الأدرينالين وأيضا باستخدام هذا ألسام نقوم بتحويل بعض من ال-Nucleotides إلى-Methylated Nucleotides وهذه عبارة عن القواعد النتروجينية التي تدخل في تصنيع ال-DNA لذا كل هذه العمليات لن تتم من دون وجود الفولك أسد ومن دون وجود الفيتامين بي 12 وبمعنى آخر بعدم وجود الفيتامين بي 12 لن تقوم الخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض بالشكل المطلوب لذا فحتى الآن تعرفنا على الصيغة الفعالة التي هي عبارة عن المثل كوبالامين وعرفنا ماذا تقوم هذه الصيغة بالضبط وبما أن لدي صيغتين فعالتين فقط داخل الجسم للفيتامين بي 12 فهذا سيجعل أن هذه الصيغة والصيغة الأخرى التي تبقت مهم جدا أن نحفظ اسمها فهذا هو عبارة عن المثل كوبالامين وسيكون لدي 5' ديوكسي أدنوصل كوبالامين سيأتي قريبا الآن علمنا على وجه الدقة ماذا يعني ريمثاليشن للهومسستين وتحويله إلى مثيون وعلمنا على وجه الدقة ما أهمية هذه العملية داخل الجسم لذا دعونا نتعرف على الايزاموريزيشن ونعلم ما أهمية هذه الايزاموريزيشن داخل الجسم معكم أنا من المونتاج مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن مركب معين بصراحة ليس لدي فكرة ما هذا المركب ولكن ما يهمني أن هذا المركب يملك هنا H وهذه H أو ذرة H أو البروتون سيتحول من هنا إلى هنا مثل ما نلاحظ بهذه الصورة هنا أو هذا الشكل أو هذا التركيب الكيميائي نلاحظ أن ذرة H موجودة هنا في حين في هذا المركب ذرة H موجودة هنا في حين أيضا أن الآصرة ما بين الأكسجين والكربون هنا هما آصرتان هنا بدل هنا آصرة واحدة هنا آصرتان هنا آصرة واحدة هنا آصرتان الفكرة من هذا الموضوع أن الفرق ما بين هذين المركبين هو فقط في ترتيب الذرات بالنسبة لبعضها البعض وحينما أريد أن أقوم بتحويل هذا المركب إلى هذا المركب فأنني أقوم بعملية أسميها آيزومرزيشن فهذا يسمى آيزومر وهذا أيضا يسمى آيزومر والآيزومرز أو في العربي كنا نسميها الآيزومرات هكذا تقريبا فهي عبارة عن مركبات تملك نفس عدد الذرات من الكربون ومن الهايدروجين ومن باقي الأنواع من الذرات فهي تملك نفس عدد الذرات ونفس نوع الذرات ولكنها تختلف عن بعضها البعض في طريقة ترتيب هذه الذرات بالفراخ ومثل ما نلاحظ هذا مركب آخر أيضا ليس لدي فكرة ما هذا المركب ولكن هنا هذا مركب وهذا مركب هذا المركب هو عبارة عن مركب خطي مثل ما نلاحظ ليس هناك تفرعات فيه مثل هذا المركب فهذا المركب وهذا المركب كلاهما يملك نفس نوع وعدد الذرات ولكن الفرق ما بينهما هو ببساطة في ترتيب هذه الذرات مع بعضها البعض فنقول أن هذا المركب هو عبارة عن أيزمر لهذا المركب وهذا المركب أيضا عبارة عن أيزمر لهذا المركب فأيزمر هنا تعني أن هذا المركب يشبه هذا المركب في عدد الذرات ونوع الذرات ولكنه يختلف معه في ترتيب هذه الذرات بالفراخ والآن المثال الأهم والأقوى بصراحة مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن الكلوكوز 6-phosphate وهذا هو عبارة عن الفريكتوز 6-phosphate هذان المركبان مهمان جدا في الجسم فهذا هو عبارة عن الكلوكوز أو عمليا هذه هي عبارة عن أحد الخطوات التي من خلالها تتم عملية الجليكوليس الجليكوليس التي هي عبارة عن التحلل السكري فلا أستطيع أن أستفاد من السكر من الكلوكوز ما لم أقوم بهذه الخطوة فهناك عملية معينة من خلالها أقوم بتحويل الكلوكوز 6-phosphate إلى فريكتوز 6-phosphate وهذه العملية تتم باستخدام إنزايم وهذه العملية تسمى إيزاموريزيشن فقمت بعمل إيزاموريزيشن للكلوكوز 6-phosphate وقمت بتحويله إلى فريكتوز 6-phosphate مثل ما تلاحظون هنا هذه ذرة الأج قمت بجعلها إلى الأعلى أو بوضعها في الأعلى مثل ما نلاحظ هنا هذه ذرة الأج اختفت هنا ولكنها ظهرت هنا وهنا آسرتان هنا آسرة واحدة وهنا آسرة واحدة وهنا آسرتان فبهذه الطريقة فعملية الإيزاموريزيشن هي عادة ترتيب الذرات وهذه العملية كما قلت تعتبر أحد خطوات الكلوكوز وأن لم تتم هذه العملية فلن تكمل الكلوكوز في طريقها إلى أن يحصل لدي اثنان فيروفيت من الكلوكوز فيبدأ أولا الكلوكوز بأن يتحول من الكلوكوز إلى الكلوكوز 6-phosphate ومن ثم سيتحول من الكلوكوز 6-phosphate إلى فريكتوز 6-phosphate فهذه تعتبر الخطوة الثانية على ما أعتقد أو الخطوة الثالثة في عملية الكلوكوز فهذا أحد الأمثلة على الإيزاموريزيشن في الجسم البشري وأخذنا قبل قليل أيضا مثال على تحول المثل مالونيل كونزايم A إلى سكسنال كونزايم A مثل ما تلاحظون هذه الصورة تغضح عدد من التفاعلات المهمة التي ستم داخل الجسم وتحديدا داخل الخلية فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الكلوكوز وهنا يتضح لدي تحول الكلوكوز إلى جلوكوز 6-phosphate ومن ثم تحول الكلوكوز 6-phosphate إلى فريكتوز فهنا بالضبط هي عملية الإيزاموريزيشن أو غلوكوز 6-phosphate إلى فريكتوز 6-phosphate وأيضا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ وهذا هو الـ هذا التحلل السكري بوجود الأكسجن وهذا التحلل السكري بعدم وجود الأكسجن وفي كلا العمليتين فهي تم تحول غلوكوز إلى غلوكوز 6-phosphate ومن ثم الغلوكوز 6-phosphate إلى فريكتوز 6-phosphate وهذه العملية هنا هي الإيزاموريزيشن وأخيرا هذه الصورة مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن الغلوكوز 6-phosphate وهذا هو عبارة عن الفريكتوز 6-phosphate وسنستخدم هذا الإنزام الذي هو عبارة عن إيزاموريز أي عبارة عن إنزام يقوم بعملية إيزاموريزيشن للغلوكوز 6-phosphate ويحوله إلى الفريكتوز 6-phosphate فالغلائكوليسيز هي عبارة عن عملية هضم السكر داخل الجسم داخل الخلية وهذه الإيزاموريزيشن لا تتم من دون حدوث الإيزاموريزيشن لذا أترككم لكي تكملوا هذه المحاضرة مثل ما قلت أن الإيزاموريزيشن ببساطة هي عبارة عن إعادة ترتيب الذرات الموجودة في هذا المثل مالانيل كوينزايم A وبالتالي تحويله إلى سكسنل كوينزايم A وهذه العملية أحتاج فيها إلى أي هناك نوعين من الأحماض الدهنية نوع من الأحماض الدهنية يحتوي على عدد زوجي من الكاربون يحتوي على عدد زوجي من ذرات الكاربون والنوع الثاني من الفاتي أسدس هي عبارة عن أحماض دهنية تحتوي على عدد فردي من ذرات الكاربون مثل ما نلاحظ this process هذه العملية أي عملية عمل أوكسيديشن للفاتي أسدس with an odd number of carbons precedes by the same reaction steps as that of fatty acids with an even number of carbons عملية أوكسيديشن للفاتي أسدس with even numbers of carbons أي عملية هضم الأحماض الدهنية التي تحتوي على عدد فردي من ذرات الكاربون تشابه عملية هضم الأحماض الدهنية التي تحتوي على عدد زوجي من ذرات الكاربون ولكن هناك اختلاف واحد فقط الفرق هو أن حين القيام بعملية هضم الأحماض الدهنية التي تحتوي على عدد فردي من ذرات الكاربون يتكون مركب يحتوي على ثلاثة من ذرات الكاربون هذا المركب يجب علينا أن نتعامل معه بطريقة خاصة وإن لم يتم التعامل مع هذا المركب فسيؤدي إلى مشاكل صحية سنتعرف على بعض منها بعد قليل ولكن هذا المركب يتكون فقط حين القيام بعملية هضم للأحماض الدهنية التي تحتوي على عدد فردي من ذرات الكاربون هذا المركب لا يتكون حين القيام بعملية هضم للأحماض الدهنية التي تحتوي على عدد زوجي من ذرات الكاربون هذا المركب الذي نحتاج إلى التخلص منه أو عملياً نحتاج إلى القيام بعملية حضم لهذا المركب هذا المركب هو عبارة عن المثل مالانل كوينزايم A هذا المركب نقوم بعملية إيزمريزيشن له ونحوله إلى سكسنل كوينزايم A والسكسنل كوينزايم بالتالي نستطيع أن ندخله بLTCA سايكل هذا المثل مالانل كوينزايم A لا يتكون فقط من عملية حضم الأحماض الدهنية التي تحتوي على عدد فرد من ذرات الكربون وإنما أيضاً يتكون من عملية حضم بعض الأحماض الأمينية الأمينو أسدس ولكن أود الإشارة إلى نقطة أن هذا المثل مالانل كوينزايم A لا يتكون بشكل مباشر في الخطوة النهائية لهضم الأحماض الدهنية التي تتكون من وأنما في البداية يتكون لدي شيء نسميه بروبيونيل كوينزايم A سأشير فقط لهذا الموضوع لن أدخل بتفاصيل كثيرة لأننا سنقوم بشكل فعلي إن شاء الله في شرح الميتابوليزم للفاتي أسدس بشكل عام إن شاء الله في المستقبل على هذه القناة ولكن هذا الكلام فقط للمهتمين بهذه التفصيلة فأولاً سيتكون لدي بروبيونيل كوينزايم A وهذا المركب لا يتكون من هضم بعض أنواع الفاتي أسدس وإنما أيضاً يتكون من هضم بعض أنواع الأمينو أسدس سيتكون لدي مركب نسميه D مثل مالانل كوينزايم A هذا الدي مثل مالانل كوينزايم A يتكون من البروبيونيل كوينزايم A أولاً البروبيونيل كوينزايم A هو كاربوكسليد فورمينغ دي مثل مالانل كوينزايم A وعملية الكاربوكسليشن هذه التي تتم باستخدام كاربوكسليز إنزايم نحتاج بها إلى البيوتين والبيوتين هو عبارة عن أحد الفيتامينز والذي هو عبارة عن فيتامين بي 7 وسيتم تحويل الدي مثل مالانل كوينزايم A إلى المثل مالانل كوينزايم A ومن ثم سيتم تحويل هذا المركب إلى سكسانل كوينزايم A وبهذه الخطوة سأحتاج إلى الفيتامين بي 12 مثل ما نلاحظ هذا البروبيونيل كوينزايم A سيتم تحويله إلى دي مثل مالانل كوينزايم A والD مثل مالونل كو إنزايم A سيتم تحويله إلى المثل مالونل كو إنزايم A وهذا المركب سيتم تحويله إلى سكسنل كو إنزايم A باستخدام 5' ديوكسي أدينوزل كوبالامين ويتم ذلك باستخدام إنزايم الذي هو عبارة عن المثل مالونل كو إنزايم A ميوتيز وأيضا مرة أخرى أكملنا الصيغة الفعالة الثانية للفيتامين B12 وهي عبارة عن 5' ديوكسي أدينوزل كوبالامين وعلى ما أعتقد أن حفظ هذه الصيغة ليس معقد جدا فبعد أن فهمنا ماذا تقوم به هذه الصيغة بالضبط أعتقد أن حفظها سيكون سهل وفي الحقيقة نحن أنهينا كامل أسماء الفيتامين B12 لذا نتابع وكملخص لوظائف الفيتامين B12 فأن الفيتامين B12 أحتاج إليه في 2 إنزايمز مهم لعمل 2 إنزايمز داخل الجسم الإنزايم الأول وهو عبارة عن الهوموسستين مثل ترانسفيريز وأيضا هذا الإنزايم أيضا يسمى الميثيونين سينثيز أحتاج إليه في تحويل الهوموسستين إلى ميثيونين كما تلاحظون هذا هو عبارة عن الميثيونين سينثيز لذا إذا رأينا هذا الإنزايم نعلم أننا نحتاج إلى الفيتامين B12 لكي يعمل هذا الإنزايم أما الإنزايم الثاني فهو ببساطة المثل مالونل كوينزايم A ميوتيز الذي نحتاج إليه في تحويل المثل مالونل كوينزايم A إلى سكسينل كوينزايم A الآن هناك نقطة مثيرة للاهتمام فيما يخص الديتري المصدر الأساسي لهذا الفيتامين هو عبارة عن البكترية البكترية هي من تقوم بتصنيع هذا الفيتامين نعم نحن نأخذه من مصادر حيوانية بشكل أساسي ولكن حتى هذه المصادر الحيوانية فإنها تعتمد على نوع معين من أنواع البكترية في تصنيع هذا الفيتامين يتم تصنيع الفيتامين B12 باستخدام نوع معين من أنواع الميكرو أورجنزم وهي نوع من أنواع البكترية ولا توجد هناك مصادر نباتية لهذا الفيتامين وكما قلت فإن حتى الحيوانات تستمد الفيتامين B12 من هذا النوع من البكترية فحينما نتناول هذه الحيوانات فإننا في الحقيقة نأخذ الفيتامين B12 بشكل غير مباشر من البكترية عن طريق الحيوانات ومرة أخرى نعود لنفس النقطة فليس هناك مصدر للفيتامين B12 غير هذه البكترية وحتى بعض الحيوانات تستمد الكوبالامين من حيوانات أخرى تأخذ الكوبالامين من البكترية الكوبالامين مباشر في المستقبلات البيتامين بيوانات الفيتامين B12 يتواجد في الليبر في كبد الحيوانات ويتواجد أيضا في اللحم الحمراء يتواجد في السمك ويتواجد في البيض وكل هذه المكونات في الحقيقة قامت بخزن الفيتامين بي 12 الذي حصلت عليه من بكترية معينة حتى مشتاقات الحليب لا تحتوي على الكوبالامين باعتباره أحد المكونات الأساسية للدايري بروديكتس وإنما أيضا يتم أخذه من نفس هذه البكترية وحتى الفورتيفايد سيريال فهي ليست حبوب طبيعية من مصادر نباتية وإنما هي عبارة عن نوع من حبوب مدعمة حبوب مضاف إليها نوع من أنواع الفيتامين وكل ما نحتاج أن نعلمه أنها ليست حبوب طبيعية ليس هناك سيريال من النباتات ليس هناك حبوب من النباتات تحتوي على الفيتامين بي 12 وإنما هي حبوب معدل عليها أما الآن فسنتعرف على الابزوربشن بروسس أوف فيتامين بي 12 عملية امتصاص الفيتامين بي 12 في الحقيقة هي عملية إلى حد ما معقدة ليست عملية سهلة وتحتاج إلى الكثير من الطاقة في الحقيقة وفي الحقيقة لن نتعرف فقط على الابزوربشن وإنما سنتعرف على أولا ما هي أشكال الفيتامين بي 12 الموجودة في الطبيعة منها ما هو متصل في مركبات معينة ومنها ما هو حر فسنتعرف أولا كيف سيتعامل الجسم مع الفيتامين بي 12 الذي سنأخذه من الغذاء ومن ثم ستتم عملية تحضير الفيتامين بي 12 للامتصاص ومن ثم سينقل في الدم بطريقة خاصة تختلف عن باقي الواتر سوليوبول فيتامينز ومن ثم سنعلم هل يتم خزن الفيتامين بي 12 أو لا وإذا كان يتم خزنه فكم المدة الذي سيكفينا فيها هذا المخزون وإيضا سنتعرف على الإكسكريشن أو فيتامين بي 12 وأيضا هناك خصوصية في هذا الموضوع فيما يخص هذا الفيتامين فأغلب الواتر سوليوبول فيتامينز نحن لا أملك مشاعر كبيرة تجاهها بحيث أنها حينما تقول أنني أريد أن أغادر الجسم عن طريق اليورن فنحن نسمح بذلك لا نتمسك بالواتر سوليوبول فيتامينز البقية ولكن فيما يخص الكوبالامين فيما يخص الفيتامين بي 12 هناك خصوصية بهذا الموضوع مثل ما نلاحظ هذا مخطط يوضح كيف يتم الابزورشن للفيتامين بي 12 وكيف يتم الترانسبرتيشن أو فيتامين بي 12 من الأمعاء الدقيقة إلى الدم ومن ثم كيف يتم خزن الفيتامين بي 12 وكيف يتم عمل إكسكريشن للفيتامين بي 12 وكيف يتم استخدام الفيتامين بي 12 بعد أن تم خزنه داخل الليفر هناك صيغتين من الفيتامين بي 12 في الطبيعة أي فيتامين بي 12 يوجد في صيغتين أما أن يكون حر غير مرتبط بأي مركب آخر غير مرتبط بأي بروتين أو أن يكون مرتبط ببروتين معين أما في حالة إذا كان هذا الفيتامين بي 12 غير مرتبط بأي مركب فإذا قمنا بتناول الفيتامين بي 12 بصيغته الحرة الغير مرتبطة بأي مركب الغير مرتبط بأي بروتين فإذا هذا الفري بي 12 سيرتبط ببروتينات خاصة نقوم نحن بتصنيعها داخل أجسامنا هذه البروتينات تسمى R-Binders وأيضا تسمى Heptocorins وأيضا لها أسم الثالث وهو عبارة عن Transcopalamin Type 1 فهذا هو عبارة عن R-Binder أو Heptocorin أو Transcopalamin Type 1 هذه البروتينات يتم إفرازها من الغدادة اللعابية الموجودة في الفم salivary glands وأيضا يتم إفرازها من الغدادة الموجودة في المعيدة أي أن هذه البروتينات إما أن تكون موجودة في اللعاب داخل الفم أو أن تكون في المعيدة ووظيفة هذه البروتينات هي بحماية الفيتامين B12 من أن تقوم المعيدة بتكسير هذا الفيتامين بسبب الأسيديتي العالية في المعيدة إن لم ترتبط هذه البروتينات بهذا الفيتامين B12 فإن المعيدة ستقوم بتحطيم هذا الفيتامين B12 وبالتالي لن نستطيع أن نستفاد من هذا الفيتامين B12 لذا وجدت هذه البروتينات وجدت لحماية الفيتامين B12 من المعيدة فكملخص فإن الفيتامين B12 موجود بصيغتين في الطبيعة إما أن تكون صيغة حرة غير مرتبطة بأي مركب آخر غير مرتبطة بأي بروتين أو أن تكون صيغة مرتبطة بمركبات معينة أو مرتبطة ببروتين فحينما يكون الفيتامين B12 حر غير مرتبط بأي مركب فإنه يرتبط بالهبتوكورين أو الترانسكوبالامين تايب 1 أو الـ R-Binder Proteins ويتم ذلك إما داخل الفم أو داخل المعيدة وذلك ليتم حماية الفيتامين B12 من أن تقوم المعيدة بتدمير هذا الـ B12 وبالتالي لن أستطيع أن أستفاد من هذا الـ B12 أما في حالة إذا كان الفيتامين B12 مرتبط بمركب معين مرتبط ببروتين معين قمت أنا بتناول فيتامين B12 غير حر مرتبط بمركب معين أو مرتبط ببروتين معين أي في حال إذا كان الفيتامين B12 مرتبط ببروتين أو بمركب آخر فإننا نقوم بتحرير هذا الفيتامين B12 من ارتباطه بهذا المركب أو بهذا البروتين وتتم عملية التحرير هذه في الـ Stomach أو في الـ Small Intestine أما تتم في المعدة أو تتم في الأمعاء الدقيقة ولكن بمجرد أن يتم تحرير الفيتامين B12 فإنه يعود لكي يرتبط بالـ هابتوكورين أو الترانس كوبالامين تايب 1 أو الر بايندرز بروتين مثل ما نلاحظ أي ببساطة أي أننا إذا تناولنا الفيتامين B12 بصيغته الحرة فنقوم بربطه بالـ هابتوكورين وإذا تناولناه بصيغته غير الحرة أي مرتبط بمركب معين أو ببروتين معين فإننا نقوم بانتزاء الفيتامين B12 من هذا المركب ونقوم بربطه بالـ هابتوكورين فبكل الأحوال سيكون الفيتامين B12 مرتبطا بالـ هابتوكورين سواء كان حر أو غير حر وبعد ذلك ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الفيتامين B12 حينما يصل إلى الأمعاء الدقيقة فسيكون هناك بروتينات معينة تقوم بفصل هذا الفيتامين B12 عن الـ هابتوكورين مثل ما نلاحظ هنا قمنا بفصل هذا الفيتامين B12 عن الـ هابتوكورين أنزيمات معينة وهي عبارة عن البروتييز وهذه البروتييز يقوم الفينكرياس بتصنيعها وبعد أن يتحرر الفيتامين B12 من الـ هابتوكورين فإنه يعود ليرتبط مرة أخرى بمركب آخر ببروتين آخر وهو عبارة عن الـ intrinsic factor وهذا الـ intrinsic factor هو عبارة عن glycoprotein secreted by the parietal cells of the stomach when food enters the stomach أي أن هذا الـ intrinsic factor يتم تصنيعه داخل المعدة من قبل خلايا معينة تسمى الـ parietal cells أو الخلايا الجدارية للمعدة وهي عبارة عن epithelial cells عبارة عن خلايا طلائية تبطن المعدة هذه الـ parietal cells لها وظيفتين أساسيتين الوظيفة الأولى وهي تكوين الـ intrinsic factors لكي يرتبط به الفيتامين B12 والوظيفة الثانية هي عبارة عن تكوين الـ HCL الذي هو عبارة عن الحامض الموجود في المعدة الذي يساعد في عملية هضم البروتينات داخل المعدة The intrinsic factor والفيتامين B12 سيشتركان مع بعضهما البعض لكي يكونان complex أي معقد فمثل ما نلاحظ حينما يرتبط الـ B12 مع الـ intrinsic factor نسمي هذا المركب أو نسمي الـ B12 مع الـ intrinsic factor مجتمعين بالـ intrinsic factor B12 complex هذا الـ intrinsic factor B12 complex attached to specific receptors in the terminal segment of the small intestine أي مثل ما نلاحظ هذا الـ complex الـ vitamin B12 والـ intrinsic factor سيسير خلال الـ small intestine لكي يصل إلى آخر نقطة بالـ small intestine وهي عبارة عن الـ terminal ileum الـ small intestine مكونة من ثلاث أجزاء الدوادنم وهو عبارة عن الـ 12 الذي تم امتصاص الفولك أسد من خلاله والجزء الثاني وهو عبارة عن الججيونم والجزء الثالث وهو عبارة عن الـ ileum فامتصاص الـ vitamin B12 يتم في آخر جزء من الـ ileum وهذا الـ ileum يبلغ طوله ثلاث أمتار ونصف لذا فسيتم امتصاص الفيتامين B12 بآخر نصف متر من هذه الثلاث أمتار ونصف بعد أن يرتبط هذا الـ B12 intrinsic factor complex بالـ terminal ileum فسيتم أخذ الفيتامين B12 ويتم إدخاله إلى داخل الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة الخلايا المبطنة للـ terminal ileum وهذه الخلايا تسمى enterocytes وهي أيضا خلايا طلائية أو epithelial cells فكلمة internalized تعني إدخال هذا الـ B12 إلى داخل الـ enterocytes The B12 within the enterocytes complexes with transcopalamin type 2 أي أيضا من جديد سيكون هناك بروتين ثالث يرتبط بالـ copalamin أو الفيتامين B12 وهذا البروتين يسمى transcopalamin type 2 يكون موجود داخل الـ enterocytes وهي عبارة عن الخلايا المبطنة للـ terminal ileum and then released into circulation وبعد أن يرتبط هذا الـ B12 بالـ transcopalamin type 2 يتم تحريره من الـ terminal ileum إلى الدم إلى الدورة الدموية The transcopalamin type 2 والـ B12 complex delivers B12 to the tissues أي سيتم نقل الفيتامين B12 داخل الدم ويتم إيصاله إلى الأنسجة والنسيج الأول الذي سيمر من خلاله الـ B12 هو عبارة عن الليفر which contains specific receptors for this complex أي هذا الـ complex المكون من الترانسcopalamin type 2 والـ B12 يصل إلى الليفر والليفر يحتوي على مستقبلات خاصة تستقبل هذا الـ complex ولكن في الحقيقة ليس فقط الليفر وإنما هناك أنسجة أخرى أيضا تحوي على هذه المستقبلات وتستطيع أن تأخذ الـ B12 من الـ circulation ولكن the liver takes up approximately 50% of vitamin B12 and the remainder is transported to other tissues الليفر واحده سيأخذ 50% من الفيتامين B12 الذي تم امتصاصه من الترمين القريم الآن بالطبع نحتاج إلى ترجمة هذه الفقرة وتوضيحها الآن بعد أن حصلت هذه العملية بالكامل وقمت بامتصاص الفيتامين B12 وقمت بإدخال هذا الفيتامين B12 إلى داخل الدم والفيتامين B12 سيكون مرتبطا بالـ transcopalamin type 2 الآن سيأخذ هذا الـ complex ويذهب إلى الليفر ليس هناك طريق آخر لن يستطيع الفيتامين B12 والـ transcopalamin type 2 complex أن يذهبوا إلى الأنسجة بشكل مباشر يحتاجون إلى أن يمروا بالليفر فسيمرون بالليفر ويتم خزن جزء من هذا الفيتامين B12 داخل الليفر سيتم خزن 50% من الفيتامين B12 داخل الليفر ومن ثم سيذهب هذا الفيتامين B12 ليدخل إلى الـ systemic circulation إلى الدورة الدموية الكبرى وبعد أن يدخل إلى الـ systemic circulation سيذهب إلى أنسجة عدة مثلا هنا تكون طرق فرعية فيذهب إلى أنسجة عدة تحتاج إلى هذا الفيتامين B12 ومن ثم سيذهب الفيتامين B12 إلى الكدني إلى الكليتين كحال كل المكونات الموجودة في الدم لابد أن تمر بالكلية ولكن بعض المكونات الموجودة في الدم تترشح من الدم وتدخل داخل الكلية أي داخل نسيج الكلية وفي حالة الفيتامين B12 فأنه سيترشح ويدخل في طريقه لأن يصبح يورين أي يصبح إدرار ولكن في نقطة ما فأن هذا الفيتامين B12 يتم إعادة امتصاصه من الـ renal tubules الـ renal tubules هي عبارة عن النبايبات الكلوية التي تنقل السائل معين وفي النهاية يتجمع هذا السائل من عدد من الـ renal tubules من عدد هائل من الـ renal tubules ويؤدي في النهاية إلى تكوين اليورين الإدرار ولكن لأن الفيتامين B12 مهم جدا بالنسبة للجسم وأيضا عملية امتصاص الفيتامين B12 عملية معقدة ليست عملية سهلة وعملية تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة لذا الجسم لن يستغني عن الفيتامين B12 بهذه السهولة فهناك بروتين خاص يسمى ميغالن هذا البروتين يرتبط بالفيتامين B12 في الـ renal tubules ويقوم بسحب هذا الفيتامين B12 ويدخله مرة أخرى إلى الدم أي يحصل reabsorption للفيتامين B12 في الكلية وبالتالي يذهب الفيتامين B12 إلى الأنسجة المختلفة وربما يعود إلى الليفر وبالتالي يقوم الليفر بتعديل تركيز الفيتامين B12 داخل الدم فهناك تركيز معين من الفيتامين B12 مسموح به داخل الدم والباقي يتم خزنه داخل الليفر مثل ما تلاحظون الكمية التي من الممكن أن يتم خزنها داخل الليفر تتراوح ما بين 2 إلى 5 ميليغرام لذا كملخص لهذه الفقرة فإن عملية امتصاص الفيتامين B12 ليست عملية سهلة لذا لن يتم فقدان هذا الفيتامين B12 في اليورن بكميات كبيرة ستقوم الكلية بتقليل فقدان الفيتامين B12 في الإدرار لأعلى درجة ممكنة وذلك باستخدام روتين معين يسمى ميغالن مثل ما تلاحظون هذه أيضا صورة أخرى هنا دايتري فيتامين B12 بعد أن دخل إلى المعدة أو حينما يدخل إلى الفم فسيرتبط بالأربايندرز أو الهبتوكورين أو الترانس كوبالامين تايب 1 ومن ثم سيسير داخل المعدة ويصل إلى الأمعاء الدقيقة وفي الأمعاء الدقيقة سيتم التخلص من الأربايندرز ويرتبط الكوبالامين من جديد ببروتين آخر وهو عبارة عن الانترنزيك فاكتر الذي قامت الفرائتل سيلز بتصنيعه ومن ثم سيصل هذا الـ B12 انترنزيك فاكتر كومفلكس للترمينال إليم وبالتالي سيقوم الترمينال إليم بأخذ الكوبالامين ويرتبط الكوبالامين من جديد ببروتين آخر يسمى ترانس كوبالامين تايب 2 ويقوم هذا الترانس كوبالامين تايب 2 بنقل الكوبالامين داخل الدم ويوصله إلى الليفر والأنسجة الأخرى وهذا هو الفيتامين الوحيد من الـ Water Soluble Vitamins الذي يحتاج إلى كارير بروتينز داخل الدم يقوم بنقله داخل الدم فباقي الـ Water Soluble Vitamins لا تحتاج إلى شيء مثل الترانس كوبالامين تايب 2 لا تحتاج إلى بروتين يقوم بنقل الفيتامينز داخل الدم هذه الصورة من Marks Medical Biochemistry وهذه الصورة من Living Code Biochemistry كما تعرفنا قبل قليل فإننا نقوم بخزن الفيتامين بـ 12 في الكبد ونقوم بخزن من 2 إلى 5 مليغرامات من الفيتامين بـ 12 وكمعدل فإن المخزون من الفيتامين بـ 12 سيكفي من 3 إلى 6 سنوات ولكن بعض المصادر تقول أنه من الممكن أن يكفي لمدة 10 سنوات ولكن هذا على فرض أن الجسم صحي الجسم ليس فيه مشاكل فمثلا إذا كان الإكسكريشن عن طريق الكدني في خلل معين بحيث أنني لا أقوم بعادة امتصاص الفيتامين بـ 12 بعد أن يتم عمل إكسكريشن لهذا الفيتامين في الكلية فمن المؤكد أنني سأفقد المخزون من الفيتامين بـ 12 بشكل سريع جدا لذا هذا العدد من السنوات مشروط بصحة الإنسان أغلب الفيتامين بـ 12 ديفيشن سي تكون بسبب ضعف امتصاص هذا الفيتامين أو أدم القدر على امتصاص هذا الفيتامين بشكل عام فإن لم نمتص الفيتامين بـ 12 من الغذاء فإن المخزون سيكفينا لمدة أقلها 3 سنوات قبل أن تظهر أعراض نقص هذا الفيتامين الآن بعد أن تم الاحتفاظ بالفيتامين بـ 12 داخل الليفر ونحن بالطبع سنحتاج إلى استخدام الفيتامين بـ 12 المخزون في الليفر من جديد فكما قلت أن المخزون من الفيتامين بـ 12 داخل الجسم قد يكفينا لمدة 6 سنوات دون أن نحتاج إلى أن نحصل على الفيتامين بـ 12 من الغذاء خلال هذه الـ 6 سنوات B12 is taken up from the bloodstream and stored in the liver primarily كما قلت قبل قليل أن الليفر سيقوم بأخذ 50% من الفيتامين بـ 12 الموجود في الدم ويخزنه داخل خلاياه أي تمخزن 50% من الفيتامين بـ 12 الموجود في السيركوليشن داخل الليفر ماذا يعني ذلك؟ هناك شيء نسميه فيلياري تري أو فيلياري سيستم ماذا يعني ذلك؟ ببساطة العصارة الصفراء الموجودة داخل جسم الإنسان هذه العصارة الصفراء ببساطة هي عبارة عن نقطة ارتباط بين الكبد والأمعاء الدقيقة فحينما نحتاج إلى الفيتامين بـ 12 يتم تحرير جزء من الفيتامين بـ 12 المغزون داخل الليفر عن طريق هذا البايل ويتم طرحه إلى داخل الأمعاء الدقيقة تحديدا يتم طرحه في الدواتنم وبالتالي بعد أن أصبح الفيتامين بـ 12 داخل الأمعاء الدقيقة فسيتم امتصاصه بنفس الطريقة التي ذكرتها قبل قليل من الـ Small Intestine ويذهب إلى الـ Circulation وبالتالي يذهب إلى الأنسجة التي تحتاج إلى هذا الفيتامين الآن سنقوم بتوضيح هذه الصورة بشكل سريع هذا هو عبارة عن الفينكرياس وهذا هو عبارة عن الدواتنم والدواتنم مقسم إلى أربعة أجزاء لا يهم الآن ما هي أسماء هذه الأجزاء ولكن ما يهمنا أن هناك شيء نسميه BioDuct القناة الصفراوية ترتبط بالدواتنم ترتبط في الجزء الثاني من الدواتنم وهذه الـ BioDuct القناة الصفراوية تأتي من الكبد هذا هو الكبد مثل ما تلاحظون الصورة ليست كاملة 100% ولكن الفكرة الأساسية منها فقط توضيح فكرة ماذا يعني أن الفيتامين B12 سيتم طرحه عن طريق الـ BioDuct إلى الأمعاء الدقيقة مثلا نلاحظ هذا هو الكبد فسيقوم الكبد بطرح جزء من الفيتامين B12 المخزون في داخل خلاياه عن طريق الـ BioDuct إلى الدواتنم إلى الـ 12 وبالتالي تعود هذه العملية لتحصل من جديد فسيرتبط الفيتامين B12 في الـ Intrinsic Factor ويكونان كومبلكس وبالتالي يذهبان إلى الترمينال الريم ويتم امتصاص الفيتامين B12 في الترمينال الريم ويذهب إلى الـ Circulation يذهب إلى الليفر ويحافظ الليفر على تركيز ثابت من الفيتامين B12 داخل الدم وبالتالي بعد أن يمر الفيتامين B12 بالليفر يذهب إلى الأنسجة المختلفة ليتم استخدامه مثل ما تلاحظون هذه الصورة توضح ما هي الكمية التي نحتاجها بشكل يومي من الفيتامين B12 وهذه الكمية تختلف حسب عمر هذا الشخص وحسب الحالة الفيزيولوجية لهذا الشخص فمثلا المرأة التي تقوم بالرضاعة هي أكثر الأشخاص الذين يحتاجون إلى الفيتامين B12 في حين فيما يخص الفولك أسد كانت المرأة الحامل هي أكثر الأشخاص المحتاجون إلى الفيتامين B9 أو الفولك أسد لن أدخل في تفاصيل هذه الصورة كثيرا لأن هناك محاضرة في آخر هذه السلسلة ستتحدث عن الـ Dietary Requirements لكل الفيتامين أما الآن فسندخل في الموضوع الأهم بصراحة في هذه المحاضرة الموضوع المتعلق بالطب بشكل مباشر فكل ما تحدثنا عنه حتى الآن هو عبارة عن شيء مشترك في الحقيقة ما بين الطب وباقي الاختصاصات تحتاج باقي الاختصاصات إلى أن تعلم ما هي وظيفة الفيتامين B12 ربما حتى ما هو التركيب الكيميائي للفيتامين B12 ما هي الصيغة الفعالة ما هي أسماء الفيتامين B12 وكيف يقوم في الحقيقة الفيتامين B12 بأداء وظائفه ما هي المصادر من الغذاء التي تحتوي على الفيتامين B12 كل هذه التفاصيل في الحقيقة تهم جميع الاختصاصات ولكن الفيتامين B12 ستهم اختصاصات محددة ولكن في الحقيقة هي أهم موضوع في هذه المحاضرة فلو فكرنا في الموضوع بطريقة منطقية فما المعنى من معرفة جميع التفاصيل عن الفيتامين B12 إذا لم نعلم متى يحصل نقص في الفيتامين B12 وماذا سيحصل حينما يحصل لدي نقص في الفيتامين B12 ففي الحقيقة نحن كجنس بشري تعرفنا على الفيتامينز حينما حصل النقص بهذه الفيتامينز فنحن أولا نتعلم من المشاكل قبل أي شيء ثاني لذا فهذا الجزء من المحاضرة يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى ربط المعلومات السابقة ولكن قبل الدخول بتفاصيل هذا الجزء من المحاضرة فنحتاج إلى أن نعلم أن النقص الفيتامين B12 سيؤثر باتجاهين على الجسم البشري أما سيؤثر على الجهاز العصبي للإنسان أو سيؤثر على خلايا الدم لدى الإنسان هذان هما الجزءان من الجسم البشري الذين سيتأثران بالنقص الحاصل في الفيتامين B12 فموضوع الفيتامين B12 deficiency يعتبر تطبيق لهذه المحاضرة تطبيق لوظائف الفيتامين B12 تطبيق لكل ما تأرفنا عليه حتى الآن في هذه المحاضرة وعلى ما أعتقد أنه ليس هناك فائدة من العلم من دون أن يكون له تطبيق إذا نتابع يعني أن الفيتامين B12 نحتاج إليه في إعادة تدوير الفولك أسد وإن لم يكن هناك فيتامين B12 داخل الجسم فأن الفولك أسد سيبقى في صيغة فعالة واحدة فقط ولن يتحول إلى صيغة فعالة أخرى لكي أستخدمه في التفاعلات التي تعرفنا عليها في المحاضرة السابقة وقمنا بمراجعة عن هذه التفاعلات في بداية هذه المحاضرة لذا مثل ما نلاحظ هنا يتم تحويل الهومسستين إلى مثيونين ويتم ذلك بوجود الـ N5 مثل تتراهيدروفوليت يقوم بإعطاء هذه المثل جروب إلى الفيتامين B12 ليحوله إلى مثل كوبالامن وبالتالي المثل كوبالامن يقوم بإعطاء المثل جروب إلى الهومسستين وبالتالي يتحول الهومسستين إلى مثيونين فيكون نتيجة هذا التفاعل بالكامل هو إنتاج مثيون من هومسستين وتحويل الـ N5 مثل تتراهيدروفوليت إلى تتراهيدروفوليت ومن هذا التفاعل مثل ما نلاحظ نستطيع بالتالي أن نقوم بتحويل التتراهيدروفوليت إلى N10 تتراهيدروفوليت لكي نستخدمه في البيورين سينثيس وأيضا نستطيع أن نقوم بتحويل التتراهيدروفوليت إلى N5N10 مثلين تتراهيدروفوليت نستخدمه في ثايميدين منوفوسفيت سينثيس أو في السينثيس لبعض الأمينو أسد فلولا هذا التفاعل الذي نحتاج به إلى الفيتامين بي 12 سيبقى الفولك أسد بهذه الصيغة بصيغة الـ N5 مثل تتراهيدروفوليت وبالتالي لن أستطيع أن أقوم بتحويل هذا الـ N5 مثل تتراهيدروفوليت إلى تتراهيدروفوليت من جديد وبالتالي أستطيع أن أستخدمه في هذه التفاعلات بعد تحويله إلى الصيغة الفعالة المطلوبة لكل من هذه التفاعلات لذا فأن نقص الفيتامين بي 12 يؤدي إلى وذلك يعني أن الفولك أسد موجود داخل الجسم ولكنني لا أستطيع أن أستخدم هذا الفولك أسد بسبب أن الفولك أسد موجود بصيغة فعالة لا أستطيع أن أحولها إلى صيغة فعالة أخرى لذا فلن أستطيع أن أقوم بالفوليت كوينزايم ريسايكلينج لن أستطيع أن أقوم بعادة تدوير للفوليت وأيضا الفيتامين بي 12 سنحتاج إليه بالنيرف مايلانيشن النيرف مايلانيشن هي عبارة عن تكوين المايلانشيث للنيرفس وبشكل عام للنيرفس سيستم مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح خلية أصبية بالحقيقة خليتين عصبيتين غير مكتملتين فالخلية العصبية الأولى مقصوصة من الأعلى والخلية العصبية الثانية مقصوصة من الأسفل ولكن هذه الصورة فقط لتوضيح فكرة المايلانشيث مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن جسم الخلية ونسميه السالبادي أوف نيرون وأيضا هذا هو عبارة عن الإكزون الذي هو الجزء الذي يخرج من السالبادي ويؤدي إلى تكوين النيرف فايبر وقد تحدثنا عن هذا الشيء في محاضرة خاصة على هذه القناة ما يهمني من هذه الصورة هو هذا التركيب هذا هو عبارة عن المايلانشيث والذي هو عبارة عن غلاف يقوم بتغليف النيرف فايبر هذا المايلانشيث أحتاج لكي أقوم بتصنيعه إلى الفيتامين بي 12 وأيضا إلى الفولك أسد وأيضا إلى السام ما هو السام؟ لكي نتعرف على هذا السام نيرف مايلانشيث أكاريس with the help of SAM تعرفنا نحن قبل قليل من الأساس على السام ولكن للتذكير فأن السام هو عبارة عن الأس أدينوزل ميثيونين وهذا الأس أدينوزل ميثيونين هو عبارة عن صيغة فعالة من الميثيونين فكما نلاحظ من هذا التفاعل قمنا بتحويل الهوموسستين إلى ميثيونين باستخدام الفيتامين بي 12 بالثمان نلاحظ وأيضا باستخدام الفولك أسد وبالتالي نتجة لدي ميثيونين وقمنا بتحويل الميثيونين إلى أس أدينوزل ميثيونين وهذا الأس أدينوزل ميثيونين أو باختصار أطلقنا عليه لفظة سام أو أبريفيشن اختصار سام سيدخل في عدد من التفاعلات داخل الجسم منها كما تحدثنا قبل قليل في بداية هذه المحاضرة نور أبنفرين يتم تحويله إلى أبنفرين بمساعدة هذا السام وأيضا بعض النيوكليوتايتس نقوم بتحويلها إلى مثليتد نيوكليوتايتس باستخدام السام أي أن هناك 35 تفاعل داخل الجسم نحتاج في هذه الخمسة وثلاثون تفاعل إلى السام وهنا السام كما هو الحال في الفولك أسد سيعمل كمثل دونر فسيقوم بعمل مثليشن لعدد من المركبات داخل الجسم حتى أنه سيقوم بعمل مثليشن أكثر من الفولك أسد بكثير بالحقيقة وأحد الوظائف الأساسية للفولك أسد في الحقيقة هو تصنيع هذا المركب فلولا هذا المركب لن أستطيع أن أقوم بالنيرف مايلونيشن لن أستطيع أن أقوم بتصنيع الميلونشيث للخلايا العصبية وإن لم أستطع أن أقوم بتصنيع هذا الميلونشيث فأن الخلايا العصبية لن تستطيع أن تقوم بوظيفتها وستحصل هناك الكثير من المشاكل العصبية منها ما سيحصل داخل الدماغ ومنها ما سيحصل في العصاب المحيطية والذي يؤدي إلى مشاكل في حركة العضلات وفي الوقوف ولن يستطيع الشخص المصاب بنقص بهذا المركب بالعيش بحياة سليمة صحية هانئة لذا فنقص الفيتامين بي 12 سيؤدي إلى نقص في الفولك أسد ونقص في الفولك أسد سيؤدي إلى نقص في هذا السام ويؤدي في النهاية إلى مشاكل عصبية كثيرة بسبب نقص الميلونشيث أو بسبب عدم القدرة على تكوين الميلونشيث لنقص الفيتامين بي 12 تأثير كبير على النيرفيس سيستم فهذا هو التأثير الأول وهو ببساطة بسبب نقص الفيتامين بي 12 لن نستطيع أن نكون الميلونشيث وللتذكير مثلا نلاحظ هذا الجدول يوضح ما هي المركبات التي تقوم بالوان كاربون ميتابوليزم وكما تعرفنا من بداية هذا الفيديو فأن الفولك أسد له الحصة الأكبر في الوان كاربون ميتابوليزم والفيتامين بي 12 أيضا سيقوم بالوان كاربون ميتابوليزم من خلال تحويل الهومسستين إلى مثيونين وأيضا أحد أهم المركبات التي ستقوم بالوان كاربون ميتابوليزم هو السام وأيضا فيتامين بي 12 and folate are particularly important in DNA synthesis in red blood cells في الحقيقة فأن الفولك أسد هو الفيتامين الذي يقوم بشكل فعلي بالمشاركة بتصنيع الدياني لذا فنحن نعتمد على الفولك أسد في تكوين الدياني ولكن بعدم وجود الفيتامين بي 12 فإنني لن أستطيع أن أستخدم الفولك أسد So they both cause hematological disorders يسببان مشاكل دموية نعم هما خطيران يسببان مشاكل دموية هي عبارة عن الماكرستيك أنيميا or megaloblastik أنيميا قمنا بعمل مراجعة بهذه المحاضرة للميgaloblastik أنيميا الآن تعرفنا على أن نقص الفيتامين بي 12 سيؤدي إلى functional deficiency في الفوليت ويؤدي ذلك إلى مشاكل صحية معينة بالأساس هي مشاكل عصبية وأيضا مشكلة أخرى وهي عبارة عن الميgaloblastik أنيميا وبما أن الفيتامين بي 12 بالأساس يقوم بعمليتين فقط داخل الجسم وهي عمل remethylation للهوموسستين ليحوله إلى مثيون فأن الأمر الأول الذي تعرفنا عليه ببساطة يوضح أن الوظيفة الأولى للفيتامين بي 12 لن تتم بسبب الdeficiency ولكن الفيتامين بي 12 أيضا سيساهم بتفاعل آخر وهو ببساطة حضم الفاتي أسد فماذا سيحصل بما يخص هذا التفاعل عندما يحصل لدي فيتامين بي 12 deficiency ماذا يعني ذلك؟ يعني حينما يحصل لدي نقص في الفيتامين بي 12 فإن أنواع من الفاتي أسد التي هي عبارة عن فاتي أسد برانست أي لديها تفرعات وأيضا لديها odd numbers من الكاربون فإن هذه الفاتي أسد أو الأحماض الدهنية ستتجمع داخل الخلية وبشكل أساسي داخل الخلايا العصبية وتبقى متصلة بـ الـ cell membranes للخلايا العصبية وبالتالي تؤدي إلى ضرر في هذه الخلايا العصبية ومن جديد فإن هذه طريقة أخرى للفيتامين بي 12 deficiency لكي يقوم بعمل أذى للـ central nervous system بعمل أذى للجهاز العصبي المركزي مثل ما نلاحظ أي أن بسبب النقص الحاصل في الفيتامين بي 12 ستتجمع الفاتي أسد وتجمع الفاتي أسد سيؤدي إلى نيورولوجيكال منيفستيشن إلى أعراض عصبية يشكو منها المريض ويأتي بالنهاية إلى المستشفى طالبا المساعدة وفي بعض الأحيان هذه المشاكل العصبية التي سيعاني منها المريض لن تحل فلن يستطيع المريض أن يعود إلى حالته السابقة إلى حالته الصحية السابقة قبل أن يحصل لديه فيتامين بي 12 deficiency لذا فإن الفيتامين بي 12 deficiency سيؤثر على الجهاز العصبي بكل التفاعلين في التفاعل الأول وأيضا في التفاعل الثاني فولك أسد الذي هو بصيغته الـ N5 methyl tetrahydrofolate أي أنه يتحدث عن هذا التفاعل معلومة ليست بالجديدة أبدا هذا يتعتبر معلومة جديدة نقص الفيتامين بي 12 أو نقص الفولك أسد سيؤدي إلى تراكم الهومسستين فلن أستطيع أن أقوم بتحويل الهومسستين إلى مثيون وبالتالي سيتجمع عدد كبير من الهومسستين في الدم وفي الأنسجة بشكل عام فولك أسد وفيتامين بي 12 ديفيشنسيز بوث كوز كوندشن ذات كالهومسستينيميا هايبر أي ارتفاع هومسستين من هومسستين إيميا أي دم فنقص الفيتامين بي 12 أو نقص الفولك أسد سيؤدي إلى تجمع الهومسستين داخل الدم وهذا سيؤدي إلى مشاكل صحية بحد ذاته ولكن أحد البايو كيميكال التي سأحصل عليها في حال حصل لدي فيتامين بي 12 أو فولك أسد ديفيشنسي هي زيادة الهومسستين في الدم لذا حينما سأقوم بتحليل دم لمريض معين مصاب بالفيتامين بي 12 فسأجد ارتفاع الهومسستين في دم هذا المريض وأيضا حينما أقوم بتحليل دم لمريض مصاب بنقص بالفولك أسد فأيضا سأجد ارتفاع الهومسستين في الدم لذا فأن الهايبر هومسستينيميا ليس شيء خاص في الفيتامين بي 12 أو خاص في الفولك أسد فلن أستطيع أن أميز ما سبب ارتفاع الهومسستين في الدم ولكن أنا أعلم أنه أما الفولك أسد أو الفيتامين بي 12 أو كلاهما معا إذن حتى الآن نقص الفيتامين بي 12 يؤدي إلى ارتفاع الهومسستين في الدم يؤدي إلى هايبر هومسستينيميا ولكن أيضا في فيتامين بي 12 ديفيشنسي هناك إليف ميثال مالونيك أسد أي حينما يحصل لدي فيتامين بي 12 ديفيشنسي سيحصل لدي ارتفاع في نسبة المثل مالونيك أسد داخل الدم وهذا المثل مالونيك أسد أي هو عبارة عن حامض يتكون نتيجة تجمع كميات كبيرة من المثل مالونيك أسد فمثل ما تعرفنا قبل قليل فأن الفيتامين بي 12 بصيغته الفعالة التي هي عبارة عن 5' ديوكسي أدينازول كوبالامن يقوم بتحويل المثل مالونيك أسد إلى سكسينال كونزايم أسد بعدم وجود الفيتامين بي 12 سيتجمع هذا المركب داخل الجسم وبالتالي سيتحول هذا المركب إلى مثل مالونيك أسد الآن هذا المثل مالونيك أسد يؤدي إلى ميتابوليك أسيدوسيس والميتابوليك أسيدوسيس ببساطة هو زيادة حامضية الدم ومن جديد زيادة حامضية الدم ستؤدي أيضا إلى مشاكل عصبية لذا فحتى الآن هناك ثلاث طرق تستطيع من خلالها الفيتامين بيتروف ديشن سي بأن تسبب مشاكل عصبية ولكن ما يهمنا الآن أن هذا المثل مالونيك أسد أي أن ارتفاع المثل مالونيك أسد داخل الدم هو صفة خاصة للفيتامين بيتروف ديشن سي لذا من خلال قياس نسبة المثل مالونيك أسد داخل الدم أستطيع أن أتأكد أن العراض التي يواجهها المريض هي بسبب الفيتامين بيتوالف ديشن سي وليست بسبب الفولك أسد ديشن سي لأن ارتفاع هذا الحامض يحصل فقط في الفيتامين بيتوالف ديشن سي في أسد داخل الدم هو صفة خلال فيتامين بيتوالف ديشن سي إضافة البربيونيك أسد داخل الدم هو عبارة عن المركب ناتج من تراكم وهو مركب ناتج نتيجة حضم الفاتي أسز أو حضم بعض الأمينو أسز ومن ضمن هذه الأمينو أسز هي عبارة عن الميثيونين فأن حضم الميثيونين سيؤدي إلى تكوين البروبيونيل كوينزايم أسز وهذا المثل مالونيت هو عبارة عن الصيغة الأيونية للمثل مالونيك أسز كما هو الحال في الفوليت والفولك أسز ولكن ما يهمنا أننا حينما سنقوم بعمل جنيرال يورين إكزامينيشن أي سنقوم بتحليل الإدرار لهذا المريض المصاب بالفيتامي بي 12 ديفيشنسي فسنجد هذا المركب وهذا المركب داخل إدرار المريض وهذا بحد ذاته يعتبر أحد الأدلة للفيتامي بي 12 ديفيشنسي الآن تراكم المثل مالونيك أسيد يؤدي إلى ميتابوليك أسيدوسيس ولكن هناك أسباب أخرى لتراكم المثل مالونيك أسيد فليس فقط الفيتامي بي 12 ديفيشنسي تسبب المثل مالونيك أكيوميليشن وإنما هناك أسباب وراثية مثل ما نلاحظ دو تايبس أوف هريتابول مثل مالونيك أسيدينيا أي وجود هذا المركب في الإدرار بكميات أكثر من الحد الطبيعي أو وجود هذا المركب في الدم بكميات أكثر من الحد الطبيعي لا يكون بسبب فقط الفيتامي بي 12 ديفيشنسي وإنما هناك أمراض وراثية أخرى تسبب الأسيد يوريا والأسيديميا من هذه الأمراض الوراثية هو ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك مرض وراثي يكون فيه المثل مالونيكو أنزايم أي ميوتيز غير موجود مفقود لا يتم تصنيعه داخل الجسم أو موجود ويتم تصنيعه داخل الجسم ولكن غير فعال هناك خلل بتصنيع هذا الإنزايم مما يؤدي إلى خلل في عمل هذا الإنزايم وبالتالي لن أستطيع أن أقوم بتحويل المثل مالونيكو أنزايم A إلى سكسونالكو أنزايم A بعدم موجود هذا الإنزايم وبالتالي سيتراكم المثل مالونيكو أنزايم A ويؤدي إلى تكوين المثل مالونيك أسيد ويؤدي إلى أسيديميا أي زيادة حامضية الدم أو أسيديوريا أي زيادة حامضية الإدرار وأيضا هناك حالة وراثية أخرى وهي ببساطة أي عبارة عن مرض براثي لا يستطيع فيه المريض أن يقوم بتحويل الفيتامين B12 إلى صيغته الفعالة التي هي عبارة عن وبالتالي لن يستطيع هذا الإنزايم أن يقوم بوظيفته وبالتالي لن يتحول المثل مالونيكو أنزايم A إلى سكسونالكو أنزايم A وأيضا مرة أخرى سيؤدي إلى أسيديميا بسبب تراكم هذا الحامض وأيضا إلى أسيديوريا بسبب تراكم هذا الحامض في كلا الحالتين سيؤدي ذلك إلى ارتفاع حامضية الدم وهذا سيؤدي أيضا إلى Neurological Manifestations أي إلى مشاكل عصبية لذا حينما يأتي مريض إلى المستشفى أو إلى العيادة في المستقبل وتشك بأن هناك B12 deficiency فعليك أن تفكر به هذه الحالتين الوراثيتين التي يحصل بهما نفس الأعراض التي تحصل بسبب الفيتامين B12 deficiency ولكن من المؤكد في العادة فأن هذه الحالات تحصل في الأطفال باعتبار أن الخلل من الوراثة فلن يبقى أطلع سن البلوغ وهو يعاني من مشاكل عصبية بسبب نقص في هذا الإنزايم بمعنى إذا كان المريض يعاني من Metabolic Acidosis بسبب ارتفاع نسبة هذا الحامض في الدم فإذا كان هذا المريض طفل فعليك أن تفكر بهذه الأمراض الوراثية وإن لم يكن طفل فستفكر بالفيتامين B12 deficiency بشكل مباشر الآن ما هي أسباب الفيتامين B12 deficiency أي السبب الأول للفيتامين B12 deficiency هو أن الشخص لا يستطيع أن يقوم بامتصاص هذا الفيتامين B12 لا يستطيع أن يقوم بامتصاص هذا الفيتامين من الترمينال إلغيم ولكن هناك أسباب كثيرة لعدم قدرة هذا المريض على امتصاص هذا الفيتامين في الترمينال إلغيم سنتحدث على بعض منها بعد قليل ولكن ما يهمنا أن السبب الأول بنقص هذا الفيتامين هو أدم قدرة الشخص على امتصاص هذا الفيتامين مثلما نلاحظ هنا يتم امتصاص هذا الفيتامين فهنا الفيتامين B12 intrinsic factor complex يتصل بالترمينال إلغيم ويتم امتصاص الفيتامين B12 ويذهب إلى الدم فبعدم حدوث هذه العملية فأن الفيتامين B12 سيكمل طريقه ليخرج بالفضلات دون أن يتم امتصاصه وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى عدم الامتصاص منها مثلا إذا حصل لدي نقص في ال intrinsic factor فلن يستطيع الإنسان أن يمتص هذا الفيتامين وأيضا إذا كان هناك خلل في الترمينال إلغيم فإيضا لن نستطيع أن نقوم بامتصاص الفيتامين B12 فمثلا إذا كان الترمينال إلغيم من الأساس غير موجود تعرض شخص ما لعملية جراحية وقاموا باستئصال الترمينال إلغيم بالكامل أو هناك مرض بالترمينال إلغيم يؤدي إلى ضمور في ال enterocytes أو الخلايا المبطنة للترمينال إلغيم وبالتالي لن يحصل لدي فيتامين B12 absorption في المعدم الثمان نلاحظ هذه عبارة عن المعدم في المعدة سيتم تحرير الفيتامين B12 من المركبات المرتبط بها فكما تحدثنا قبل قليل فإن الفيتامين B12 صيغتين صيغة حرة نقوم بتناول الفيتامين B12 بصيغته الحرة غير مرتبط مع أي مركب أو نقوم بتناول الفيتامين B12 بصيغته غير الحرة والتي تكون مرتبطة بمركبات معينة أو بروتينات معينة بعض من هذه المركبات المرتبطة بالفيتامين B12 نستطيع التخلص منها داخل الفم باستخدام أنزيم يسمى أميليز والبعض الآخر لن نستطيع أن نتخلص منها داخل الفم ونحتاج إلى المعدة لكي تقوم بتخليص هذا الفيتامين B12 من المركبات المرتبط بها وتقوم مرة أخرى بربطه بمركبات أخرى منها مثل الانترنزيك فاكتر منها الهبتوكورل في البداية يكون الهبتوكورل ومن ثم يكون الانترنزيك فاكتر وهذا الشيء قد تحدثنا عنه قبل قليل بالتفصيل فالأشخاص الذين تكون لديهم حامضية المعدة ليست بالمستوى المطلوب أي تكون لديهم المعدة غير حامضية أو تقل حامضية المعدة فإن ذلك يؤدي إلى خلل في امتصاص الفيتامين B12 وبالتالي يحصل لديه نقص في الفيتامين B12 مثلا نلاحظ ما الابزوربشن أوف كوبالامين in the elderly is most often due to reduced secretion of gastric acid أي أن في كبار السن السبب الأساسي لسوء امتصاص الكوبالامين هو بسبب نقصان حامضية المعدة وبالتالي أن نستطيع أن نقوم بتحرير الفيتامين B12 من المركبات المرتبط بها ولكن نقصان حامضية المعدة لا تحصل فقط بالأشخاص كبار السن وإنما أيضا الأشخاص الذين يتناولون أدوية تقلل من حامضية المعدة أيضا سيحصل لديهم سوء في امتصاص الفيتامين B12 ومثال ذلك الأشخاص الذين يعانون من مرض نسميه GERD أو gastroesophageal reflex disease والذي هو ببساطة خروج الـ gastric acid الحامض من المعدة إلى المريض ويؤدي ذلك إلى آلام مبرحة فلكي يتخلص المريض من هذه الآلام المبرحة يقوم بتناول أدوية تقلل من حامضية المعدة ولكن كتأثير جانبي لتناول هذه الأدوية فأن ذلك يؤدي إلى copalamin malabsorption أيضا كما قلنا في كبار السن يحصل لدي سوء في امتصاص الفيتامين B12 ويؤدي إلى فيتامين B12 deficiency ولكن أيضا الأشخاص المدمنين على تناول الكحول chronic alcoholics فأيضا يحصل لديهم فيتامين B12 deficiency وليس فقط فيتامين B12 deficiency وأنما بالحقيقة كل البي فيتامينز سيحصل فيها نقص بسبب تناول الكحول وكملخصت حد الآن فأن الفيتامين B12 deficiency تحصل حينما يحصل خلل في امتصاص هذا الفيتامين أما السبب الثاني فحينما لا نتناول الفيتامين B12 بكميات كافية مثل ما نلاحظ نعم نحن نستطيع أن نخزن الفيتامين B12 بكميات تكفينا لسنوات بعض المصادر تقول أن المخزون من الفيتامين B12 قد يكفي لعشرة سنوات ولكن حينما لا نتناول كمية كافية من الفيتامين B12 في الغذاء فسيحصل لدينا deficiency ولكن ذلك بعد عشرة سنوات كما تقول بعض المصادر وأيضا هناك سبب آخر للفيتامين B12 deficiency وهو أي هناك عدد من الأدوية ستؤدي بتحويل الفيتامين B12 من صيغته الفعالة إلى صيغته غير الفعالة وتسبب فيتامين B12 deficiency فحتى بوجود الفيتامين B12 كمخزون داخل الجسم وامتصاص جيد للفيتامين B12 ولكن تناول بعض الأدوية يؤثر بشكل مباشر على عمل هذا الفيتامين واحد الأدوية بصراحة التي أريد أيضا أن أأتيها بالذكر فهو المتفورمن المتفورمن ببساطة هو عبارة عن علاج لمرض السكر وهو يعتبر أول علاج لمرض السكر ولكن مرض السكر من النوع الثاني ليس من النوع الأول هناك أبحاث تقول أن تناول المتفورمن بكميات كبيرة يؤدي إلى حصول فيتامين B12 deficiency وأيضا أحد الأسباب للفيتامين B12 deficiency هو السبب الوراثي وهي ببساطة الإنزايم التي تقوم بتحويل الفيتامين B12 إلى صيغته الفعالة مثل ما نلاحظ هنا إن لم يتحول الفيتامين B12 إلى الفيف برايم ديوكسي أدونوزل كوبالامين فلن يقوم هذا الإنزايم بأداء وظيفته وبالتالي أيضا يحصل لدي نقص في عمل الفيتامين B12 على الرغم من موجود هذا الفيتامين داخل الجسم لذا فلا نستبعد الأمراض الوراثية في الفيتامين B12 deficiency وأيضا أن أوتواميون ديزيز أفكت هناك مرض مناعي يؤدي إلى موت الخلايا الجدارية في المعدة التي تقوم بتكوين الانترنزك فاكتر وبالتالي لن يحصل لدي امتصاص للفيتامين B12 وهذا المرض المناعي ببساطة هو عبارة عن البرنيشوس أنيميا وسنتحدث عنها بعد قليل الآن تعرفنا على ما هو المايلونشيث وماذا يعني مايلونشيث وماذا يعني ديمايلونشيث الذي هو عبارة عن عدم موجود مايلونشيث في النرف فايفرس فحينما يحصل لدي فيتامين B12 deficiency فمثل ما قلت هناك شيئان في الجسم سيتأثران أولا الجهاز العصبي وثانيا ستتأثر خلايا الدم تأثر خلايا الدم شيء ممكن العلاج منه لأنه ببساطة عدم موجود الفيتامين B12 لن يتم انتاج كمية كافية من خلايا الدم بمجرد تواجد الفيتامين B12 سيتم تكوين الخلايا ولكن فيما يخص نيرف سيستم في الموضوع ليس كما هو الحال في خلايا الدم فعدم موجود الفيتامين B12 سيؤدي إلى تحطيم المايلونشيث وعدم إمكانية بناء هذا المايلونشيث من جديد وهذا تأثير لن يكون عبارة عن تأثير وقت وإنما سيكون تأثير دائم بحيث أن الشخص الذي سيصاب بمشاكل عصبية بسبب نقص الفيتامين B12 فبالغالب لن يشفى من هذه المشاكل التي حصل عليها بسبب نقص الفيتامين B12 ولكن في الحقيقة بعض من المشاكل التي يتصيب الجهاز العصبي بسبب نقص الفيتامين B12 ممكن الشفاء منها ولكن أحد أخطر الأشياء التي سيسببها نقص الفيتامين B12 هو أي سنجد هناك مناطق من الجهاز العصبي لا تحتوي على مايلونشيث وستكون منتشرة منها في الدماغ منها في الحبل الشوكي منها حتى في العصاب المحيطية ولكن هذا لن يتم إلا حينما يكون هناك فيتامين ديفيشنسي لوقت طويل ليس ليومه يومين أو حتى أسابيع بسيطة وإنما يحتاج إلى وقت إلى حد ما لهذا الحمد لله أن هناك استورج للفيتامين B12 It may be clinically manifest as peripheral neuropathy or spinal cord degeneration affecting both posterior and lateral columns or there may be central manifestations resembling dementia or optic atrophy الآن ما نحتاج إلى أن نعلمه على وجه التحديد أن كل الجهاز العصبي سيتأثر بنقص الفيتامين بي 12 ولكن هناك أجزاء من الجهاز العصبي هي أول من سيتأثر وهناك أجزاء ستأخذ وقت حتى تتأثر بسبب نقص الفيتامين بي 12 فمثلا الدورسال كولم أوف اسباينال كورد الذي هو عبارة عن وايت ماتر أي عبارة عن نيرف فايفرز تحتوي على مايلون شيث بكميات كبيرة فهذا الجزء مثلا من الاسباينال كورد هو أول من سيتأثر بسبب نقص الفيتامين بي 12 وهذا الجزء مسؤول عن نقل الإحساس من أنحاء الجسم إلى الدماغ وهو مسؤول الآن عن وعي لحركة يدي مثل ما تلاحظون فلولا هذا الجزء من الاسباينال كورد فأنني لن أعلم بوجود يدي بهذا المكان وعيناي مغمضة فإذا أغمضت عيناي فأنا لا أعلم أن يدي موجودة هنا ولن أستطيع أن أقوم بتحرك يدي بشكل فعال وذلك بسبب أنني لا أعلم بالحقيقة أين هي يدي لكي أقوم بتقليص العضلة المناسبة لنقلها من مكان إلى مكان وهذا الدورسال كولم في التفاصيل سنتعرف عليها بعد قليل أيضا ولكن ما يهمني أن هذا الدورسال كولم هو أول من سيتأثر بسبب نقص الفيتامين بي 12 وأيضا اللاترال كولمز أيضا ستتأثر ومن هذه اللاترال كولمز من هو مسؤول عن نقل إحساسات معينة ومنها من هو مسؤول عن نقل الإعازات العصبية من الدماغ إلى العضلات منها ما هو مسؤول عن دقة الحركة فأنا الآن أقوم بحركة دقيقة في حال لو لم يكن لدي هذا الجهاز المسؤول عن دقة هذه الحركة فأني ببساطة لن أستطيع أن أتحرك بشكل منطقي وفي الحقيقة ربما حتى لن أستطيع أن أجلس كما أن الآن جالس وفي بعض الأحيان تأثير الفيتامين بي 12 يكون على السيريبالام السيريبالام الذي هو بالحقيقة المخيخ الذي هو الجزء من الدماغ المسؤول عن تنسيق الحركات في الجسم ومسؤول عن وعينا بتفاصيل معينة تتعلق بالبيئة المحيطة وتتعلق أيضا بالبيئة الداخلية للجسم ما أريد أن أضعه في أذهانكم أن ليس هناك جزء من الجهاز العصبي سيكون بمأمن 100% من الفيتامين بي 12 ديفيشنسي فحتى الأوبتيك نيرف الذي هو عبارة عن العصب البصري سيتأثر بالفيتامين بي 12 ديفيشنسي وفي الحالات المتقدمة قد يسبب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي عما لهذا الشخص المصاب به لذا فكملخص عدد من الفريفيرال نيرف الذي هي عبارة عن العصاب المعطية ستتأثر وجزء من الحبل الشوكي جزء مهم من الحبل الشوكي سيتأثر وأجزاء من الدماغ ستتأثر وأجزاء من الجهاز البصري المسؤول عن الإبصار سيتأثر بسبب نقص الفيتامين بي 12 حينما نعطي الفيتامين بي 12 بصيغة دايتري سبليمت بصيغة سيانوكوبالامن سواء كان عن طريق إبرة في العضلة أو عن طريق الفم فهناك عراض ستختفي بالكامل بعد أن نعطي هذا الفيتامين بي 12 بصيغة دايتري سبليمت ومن هذه العراضة العراض المتعلقة بالأنيميا العراض المتعلقة بفقر الدم ولكن هناك عراض لن تختفي متعلقة بالجهاز العصبي فمثلا إذا حصل لدي أنيفن ديمايلونيشن لجزء من الدماغ أو جزء من الحبل الشوكي فإعطاء الفيتامين بي 12 بصيغة دايتري سبليمت لن يحل هذه المشكلة ولكن بعض من العراض المتعلقة بالجهاز العصبي أيضا فمن الممكن أن تحل فمثلا أحد العراض الإصابة بالاكتئاب بسبب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي فبمجرد إعطاء الفيتامين بي 12 بصيغة دايتري سبليمت ستزال حالة الدبريشن المصاب بهذا المريض في حال لو كانت هذه الدبريشن من الأساس بسبب نقص الفيتامين بي 12 الآن سنتعرف أكثر على الإلكلينيكال منيفستيشنز أو فيتامين بي 12 ديفيشنسي وسنضع هذه الإلكلينيكال منيفستيشنز في إطار معين نحتاج إلى أن نتصوره بهذه الطريقة لكي تعلق المعلومة في أثانية الفيتامين بي 12 ديفيشنسي تسبب مشكلتين داخل الجسم المشكلة الأولى والأهم وهي مشاكل في الجهاز العصبي أي أن نقص الفيتامين بي 12 يؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي والمشكلة الثانية التي تحصل بسبب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي هي خلل في الدم فسيحصل لدي نقص في خلايا الدم بشكل عام ولكن بشكل أساسي في خلايا الدم الحضر لأنها أكثر الخلايا انقساما وبالتالي ستظهر الأعراض أولا في نقص خلايا الدم الحضر أما فيما يخص الخلل الذي سيحصل في الجهاز العصبي فسيكون ذلك لأسباب ثلاثة قد ذكرناها قبل قليل منها أولا يحصل لديه ديميلانيشن للنيرف فايبرز وبالتالي تحطم أجزاء من الجهاز العصبي فستتحطم بعض الخلايا الموجودة في الدماغ وستتحطم بعض الخلايا الموجودة في الحبل الشوكي وأيضا بعض الخلايا الموجودة في الجهاز العصبي المحيطي والذي يقوم بنقل الإعازات العصبية من وإلى الدماغ فهذا كله يحصل بسبب الديميلانيشن للنيرف فايبرز وأيضا تحصل لدي المشاكل في الجهاز العصبي بسبب تجمع الدهون داخل خلايا الجهاز العصبي المركزي تجمع الفاتي أسد داخل خلايا السنترال نيرف سيستم وأيضا زيادة حمضية الدم قد تؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي ولكن ما نحتاج أن نعرفه أن هناك نوعين من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي بسبب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي من هذه الأمراض التي تكون irreversible ومنها الذي يكون irreversible ومعنى كلمة irreversible أي لا يمكن علاجه أي يحصل خلل في الجهاز العصبي ويبقى هذا الخلل إلى الأبد لا نستطيع أن نقوم بعلاج هذا الخلل أما إذا كانت reversible فهذا يعني أننا نستطيع أن نقوم بعلاج هذه الأمراض أو هذه الأعراض مثل ما نلاحظ هناك irreversible neurological symptoms ومن هذه السمتوم ما يصيب الدorsal column medial lemniscus system ماذا يعني هذا؟ ببساطة هذه عبارة عن مجموعة من النيرف فيبرز التي تقوم بنقل الإحساس من أجزاء الجسم المختلفة إلى الجهاز العصبي وتحديدا إلى الدماغ وهذه عبارة عن white nerve fibers أي أنها تملك myelin sheath وفي الحقيقة فأنها أعصاب كبيرة وتملك myelin sheath كبير أيضا لذا فإذا حصل لدي فيتامين بي 12 deficiency فهذه الأعصاب هذه النيرف فيبرز هي أول من سيتأثر بسبب نقص الفيتامين بي 12 هي أول من سيحصل فيها demyelination مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن الأمور المسؤول عنها المedial lemniscus system فالمedial lemniscus system مسؤول عن two point discrimination وهذا يعني أننا نستطيع أن نميز حسيا نقطتين على الجلد وهذا يعني أن في أطراف الأصابع في أنامل الأصابع حينما نقوم بوخز أنمل الإصبع بدبوس معين ونقوم بوخز أنمل الإصبع بدبوس آخر يكون قريب منه فإننا نستطيع أن نميز أن هناك دبوسان وليس دبوس واحد فهذا يسمى two point discrimination إذا اختفت هذه الخصلة لدى الشخص فهذا يعني أن لديه خلل في الدorsal column medial lemniscus system وهو في الحقيقة الشيء يحتاج إلى محاضرة لكي يتم شرحه ولكن المهم أننا نتصور أن المشكلة الأساسية ستكون خلل في الإحساس بشكل عام أو بمعنى صح خلل في بعض الإحساسات ويضا سيكون لديه خلل في ال proprioception proprioception هو ببساطة وعينا لوضعية الجسم فحينما يحصل خلل في هذا الدorsal column medial lemniscus system فأننا لن نستطيع أن نستوعب وضعية الجسم فحينما نغلق أعيننا فالدماغ ليس لديه فكرة عن وضعية الجسم هل هو جالس هل هو واقف هل هو يتحرك وإلى آخره من هذه الأمور فسنأتمد على أعيننا في تحديد وضعية الجسم في حالة لو كان لدينا vitamin B12 deficiency فالآن لو قمتم بإغلاق أعينكم وقمتم بتحريك أطرافكم فستلاحظون أن الجهاز العصبي لديكم واعي لنوع الحركة واتجاه الحركة وتفاصيل الحركة بشكل عام بحيث أنه يعلم بالضبط أي من العضلات تم تقليصها فإذا اختفت هذه الخصدة لدى الجهاز العصبي فإنه ببساطة لن يستطيع أن يعلم في حالة إذا كان هذا الشخص واقف أو جالس وبالتالي لن يقوم بتقليص العضلات المطلوبة لكي يحافظ على وضعية الجلوس أو لكي يحافظ على وضعية الوقوف فالأشخاص المصابين بهذا الخلل بسبب نقص الفيتامين B12 حينما يقفون ويغمضوا عينهم فإنهم لن يستطيعوا البقاء واقفين وإنما سيسقطون أو سيشعرون بأنهم على وشك السقوط وبالتالي يفتحون عينهم لكي يعلموا وضعية الجسم وأيضا هذا الدورسل ميديا لامنسكس سيستم مسؤول عن نقل الفايبرتاري سنس أي الإحساس بالإهتزاز الذي يحصل على الجلد وأيضا سيحصل لدي بسبب الخلل الحاصل في الدورسل كالوم ميديا لامنسكس سيستم سيحصل لدي سيمترك براستيجيا سيمترك براستيجيا يعني سيحصل تنمل في الأطراف في الأيدي في الأرجل وإلى آخره وهذا الخلل يكون سيمترك أي على الجانبين في اليدين في اليمين وفي اليسار وفقط لكي نتصور ما هو الدورسل كالوم ميديا لامنسكس سيستم فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن أحد الرسابترز الموجودة في الجسم والتي يتم نقلها عن طريق الدورسل كالوم ميديا لامنسكس سيستم فمثل ما نلاحظ هذا النيرف فايبر سيدخل من الدورسل روت للسباينال كورد وقد تعرفنا على ماذا تأني هذه الكلمات على هذه القناة في محاضرتين طويلتين فحينما يدخل هذا النيرف فايبر من الدورسل روت سيسير في هذا الدورسل كالوم هذا هو عبارة عن الدورسل كالوم أوف سفاينال كورد وهو عبارة عن وايت ماتر أي أنه يحوي نيرف فايبرز مايلانيتد وبالتالي ستسير هذه النيرف فايبرز داخل السفاينال كورد وستسعد إلى الأعلى وتصل إلى العين ستم أي جذع الدماغ وستنتقل من اليمين إلى اليسار عن طريق سيستم نسميه ميديا لامنسكس سيستم وهذا السيستم الثمان نلاحظ هذا هو هنا سيقوم بنقل هذه النيرف فايبرز إلى الثاليمس والثاليمس هي عبارة عن البوابة التي تدخل أو تخرج منها الفايبرز الواصلة إلى الدماغ أو المنطلقة من الدماغ وبالتالي تقوم هذه الثاليمس بنقل اليعاز العصبي إلى السريبرال كوردكس أو القشرة الدماغية وهذه القشرة الدماغية مسؤولة عن وعينا بهذه الإحساسات التي حصلنا عليها من الدورسال كالوم ميديا لامنسكس سيستم فإن لم تصل إلى السريبرال كوردكس يعني أننا لا نعلم بوجود هذه الإحساسات ولكن ليس فقط الدورسال كالوم ميديا لامنسكس سيستم هو الذي سيتأثر بالفيتامين بي 12 ديفيشنسي وإنما أجزاء أخرى من الجهاز العصبي في الحقيقة ليس هناك جزء من الجهاز العصبي مستثنى بأن يحصل فيه خلل بسبب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ولكن هذا الدورسال كالوم ميديا لامنسكس سيستم هو أول سيستم يحصل فيه خلل والأكثر تعرضا بشكل عام للضرر بسبب النقص الحاصل في الفيتامين بي 12 وفي العادة يأتي المريض مباشرة بعد أن يشكو من هذه العراض إلى العيادة وبالتالي لن يحصل خلل في الأزاء الأخرى من الجهاز العصبي ولكن إذا بقي المريض ولم يأتي إلى المستشفى أو إلى العيادة فسيحصل خلل أيضا في باقي الأجزاء من الجهاز العصبي وأيضا أحد الأعراض التي ستصيب الجهاز العصبي هو الدبريشن الاكتئاب مشاكل نفسية أيضا تغير في المزاج بعض هذه التفاصيل المتعلقة بوظيفة الدماغ بشكل مباشر ولكن هذه في الغالب تكون reversible أي ممكن العلاج منها سنتعرف على هذان الجدولان لأنهما بصراحة مهمان جدا مصدر هذا الجدول هو عبارة عن البوبمت عبارة عن أرتيكل معينة أحببت أن أخذ المعلومة هذه المرة من أرتيكل وثم أن نلاحظ هذا الجدول يوضح ماذا يعني ذلك؟ يعني العوامل التي تزيد من نسبة حصول الفيتامين بي 12 ديفيشنسي وقد تطرقنا لهذه العوامل وصنفناها باعتبارها أسباب حصول الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ولكن سأشير إلى بعض التفاصيل التي لم نتطرق لها بصراحة منها الجنتك قلنا أن نقص الفيتامين بي 12 ديفيشنسي قد يكون بسبب خلل وراثي وهذا الخلل الوراثي يصيب المثل مالانيل كوينزايم أي ميوتيز ولكن أيضا هناك بروتينز أخرى تصاب بخلل بسبب الوراثة وبالتالي أيضا تؤدي إلى فيتامين بي 12 ديفيشنسي ومن هذه البروتينز ببساطة هو عبارة عن الترانسكوبالابين تايب 2 والذي يقوم بنقل الفيتامين بي 12 داخل الدم وأيضا أحد الأسباب للفيتامين بي 12 ديفيشنسي هو اي الاستمرار في أخذ أدوية معينة قد يسبب في النهاية إلى فيتامين بي 12 ديفيشنسي مثل ما نلاحظ هستامين H2 بلوكر هذا النوع من الأدوية يؤدي إلى تقليل حامضية المعدة بعض الأشخاص يكون لديهم خلل في البوابة الفؤادية للمعدة أي البوابة التي تمنع خروج محتويات المعدة إلى المريء وبالتالي حينما تخرج محتويات المعدة إلى المريء يؤدي ذلك إلى آلام مبرحة في الحقيقة وليس فقط إلى آلام مبرحة وإنما إلى مشاكل صحية لا نريد أبدا أن نحصل عليها منها قد يؤدي حتى إلى الكانسر لذا فيتم إعطاء أدوية معينة تقوم بتقليل حامضية المعدة من هذه الأدوية هي عبارة عن الهستامين H2 بلوكرز وأيضا من هذه الأدوية هو عبارة عن البروتون بومب انهيبيترز أو يسمى البي في آي وهذه أيضا أدوية تقوم بتقليل حمضية المعدة ومن الأدوية تأرفنا عليه خلال هذه المحاضرة وهو عبارة عن المتفورمين والذي هو عبارة عن علاج يعطى لمرضى السكر من النوع الثاني يقوم هذا المتفورمين بزيادة حساسية الخلايا للإنسولين وبالتالي يقلل السكر الموجود في الدم فالاستمرار بأخذ هذا المتفورمين لأكثر من أربعة أشهر يؤدي إلى فيتامين بي 12 ديفيشينسي لذا حينما نقوم بوصف هذه الأدوية للمرهة نقوم أيضا بإعطائهم الفيتامين بي 12 بصيغة دايوتاري سبليمنت أي بصيغة سيانو كوبالامين وهذا الجدول يوضح الكلينيكال مانيفستيشنز أو فيتامين بي 12 ديفيشينسي قمنا قبل قليل بذكر الكلينيكال مانيفستيشنز للنيرفز سيستم وللدم وقد قمنا قبل قليل بالتعرف على ما هي المشاكل التي تصيب الجهاز العصبي بسبب الفيتامين بي 12 ديفيشينسي ولكن سأشير إلى بعض التفاصيل الإضافية مثل ما نلاحظ أحد الأعراض التي تسببها الفيتامين بي 12 ديفيشينسي هو الفاكتوري امفيرمنت أي ستتأثر حتى حاسة الشم بسبب نقص الفيتامين بي 12 وأيضا سيحصل لدي كوغناتف امفيرمنت كوغناتف امفيرمنت أي سيحصل خلل في استيعاب الشخص المصابي الفيتامين بي 12 ديفيشينسي يحصل لدينا خلل في الذاكرة ويحصل لدينا أيضا بعض الأشخاص يحصل لديهم نوع من أنواع الخرف ديمانشيا ولكن بعض من هذه العراف تزول حينما نعطي فيتامين بي 12 بصيغة دايتري سيبليمنت بصيغة زياناكو بالامن ولكن ما أود أن أؤكد عليه بصراحة وبشدة هو الهيماتولوجيكال منيفستيشنز أو فيتامين بي 12 ديفيشينسي أي ما الخلل بالضبط الذي سيصيب الدم حينما يحصل لدي فيتامين بي 12 ديفيشينسي من هذه المشاكل هي الميغالابلاستيك أنيميا التي تعرفنا عليه في هذه المحاضرة وفي المحاضرة السابقة ولكن في الحقيقة ليس فقط ميغالابلاستيك أنيميا ما سيحصل في الفيتامين بي 12 ديفيشينسي كهيماتولوجيكال منيفستيشنز وإنما أيضا نقصان في باقي خلايا الدم نقصان في تكوين باقي خلايا الدم فيحصل لديه لوكوفينيا وهي ببساطة نقصان خلايا الدم البيض ويحصل لديه ثرومبوسايتوفينيا وهو ببساطة نقصان الصفايحات الدموية في الدم وأيضا يحصل لديه فان سايتوفينيا وهي ببساطة تعني نقصان خلايا الدم بشكل عام سواء كانت RBCs أو White PCs أو Platelets ولكن أيضا قد يحصل لديه ثرومبوسايتوسيز والذي هو ببساطة زيادة الصفايحات الدموية في الدم لن ندخل بتفاصيل كيف يحصل ذلك لأنها بصراحة هذه محاضرة وايكا مصري فليست محاضرة هيماتولوجي ولكن نأخذ بعض الأفكار لأننا نحتاج إلى أن نربط الأفكار مع بعضها البعض فالطب كيوميولاتف الطب هو عبارة عن معرفة تحصل عليها بالتراكم وليس في يوم واحد وأيضا قد يحصل لديه خلل في الجي آي تي وهذا الخلل يكون غلوسايتوس الذي هو عبارة عن التهاب في اللسان وأيضا هناك كيوتينيس كلينيكال مانيفستيشنز أي عبارة عن أمراض أو خلل يصيب الجلد فالأدية هايبربيجمينتيشن أي زيادة الصبغة في الجلد وأيضا لديه جوندس جوندس هو ببساطة أصفرار الجلد وليس فقط أصفرار الجلد وإنما أصفرار بياض العين أيضا لن ندخل في تفاصيل لماذا يحصل ذلك ولكن هذا ما يحصل في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي إن شاء الله في المستقبل حينما نأخذ كلينيكال على هذه القناة سنتعرف لماذا تحصل هذه الكلينيكال مانيفستيشنز على وجه الدقة وكملخص فأن الفيتامين بي 12 ديفيشنسي يكون لها ثلاث أسباب أساسية السبب الأول وهو عبارة عن مال أبزوربشن سوء في امتصاص الفيتامين بي 12 أو عدم امتصاص الفيتامين بي 12 من الأساس والسبب الثاني decrease intake أي أنني لا أأخذ الفيتامين بي 12 من الغذاء بكميات كافية وبالتالي نفذ المخزون لدي من الفيتامين بي 12 وحصل في النهاية نقص في الفيتامين بي 12 والسبب الثالث يكون functional deficiency أي يوجد لدي فيتامين بي 12 ولكن يوجد خلل في الجسم بحيث أنني لا أستطيع أن أستخدم هذا الفيتامين بي 12 ربما يكون الخلل أن هناك نوع من الأنزيمات فيها خلل وراثي أو هناك خلل أصاب الجسم أدى إلى أن الفيتامين بي 12 لم يعد فعال داخل الجسم فبالمجمل هذه هي الأسباب الثلاثة الأساسية وأي أسباب أخرى فهي تتفرع من هذه الأسباب الثلاثة أما الآن فسنتأرف على ظاهرة وهي ببساطة الفوليت تراب هايباثيسيس والتي تعني ببساطة أن نقص الفيتامين بي 12 سيؤدي إلى أن الفولك أسد سيبقى بصيغة فعالة واحدة فقط ولن يتحول إلى صيغة أخرى وبمعنى آخر فلن يحصل لديه recycling للفولك أسد أي أن الخلل الأول الذي سنلاحظه بسبب نقص الفيتامين بي 12 سيكون في الخلايا التي تقوم بالانقسام بكميات كبيرة وهذه الخلايا هي عبارة عن نخاء العظم أو الخلايا التي ستكون خلايا الدم وعلى وجه الخصوص خلايا الدم الحمر وأيضا النوع الثاني من الخلايا التي تقوم بالانقسام بكميات كبيرة وهي الخلايا المبطنة للأمعاء وبشكل خاص الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة ففي الحالة الأولى يحصل لدي ميجالا بلاستيك أنيميا فنقص الفيتامين بي 12 سيؤدي إلى ميجالا بلاستيك أنيميا ولكن أيضا نقص الفيتامين بي 12 سيؤدي إلى ضمور في خلايا الأمعاء التي تقوم بامتصاص الماء والغذاء لذا فإن نقص الفيتامين بي 12 أيضا سيؤدي إلى نقص في امتصاص باقي مكونات الغذاء منها البروتينات منها النشويات ومنها أيضا الفيتامينات الأخرى وهذا في الحقيقة لا يحصل فقط في الفيتامين بي 12 لفشنسي وأنما أيضا الفولك أسد سيؤدي إلى هذه الحالة أي باعتبار أن هذه الخلايا تقوم بالانقصام بكميات كبيرة فأنها ستحتاج إلى كميات كبيرة من الدي نا والذي يساعد في تكوين الدي نا هو عبارة عن الفولك أسد فخلايا الدم تقوم بالانقصام بكميات هائلة وتحتاج إلى تكوين كميات كبيرة من الدي نا ولا نستطيع أن نقوم بتكوين الدي نا من دون وجود الفولك أسد وأيضا الخلايا المبطنة للأمعاء فإنها أيضا تقوم بالانقصام بكميات كبيرة وأيضا ستحتاج إلى كميات كبيرة من الدي نا وأيضا الذي يساهم بتكوين الدي نا هو عبارة عن الفولك أسد وهذا الكلام ليس بالجديد ولكن ما علاقته بالفيتامين ب12 ديفيشنسي أي ببساطة بعدم وجود الفيتامين ب12 لن تحصل هذه العملية وقد تحدثنا عن هذا الشيء قبل قليل ولكن سيبقى الفولك أسد في هذه الصيغة الفعالة في النمثل تتراهايدروفوليت ولن يتحول إلى تتراهايدروفوليت وبالتالي لن أستطيع أن أحوله إلى هذه الصيغة الفعالة التي أحتاجها في تكوين الـDNA أي لأنني لن أستطيع أن أقوم باستخدام الـN5 مثل تتراهايدروفوليت بسبب نقص الفيتامين ب12 فإن الفولك أسد سيبقى ترابد سيعلق في صيغته الفعالة الأكثر تواجداً داخل الجسم وهي عبارة عن الـN5 مثل تتراهايدروفوليت وسيتراكم ولن أستطيع أن أستخدمه لن أستطيع أن أستخدم الفولك أسد بشكل عام لن أستطيع أن أحوله إلى أي صيغة أخرى The levels of other forms decrease أي ستقل نسبة هذه الصيغة وستقل نسبة هذه الصيغة في الجسم Thus copalamin deficiency leads to deficiency of tetrahydrofolate forms needed in purine and thymidine monophosphate synthesis resulting in the symptoms of megaloplastic anemia أي من جديد نقص الفيتامين ب12 سيؤدي إلى functional deficiency of folate وبالتالي يؤدي إلى megaloplastic anemia A consequence of vitamin b12 deficiency is the accumulation of methyl tetrahydrofolate and a decrease in other folate derivatives أي كملخص حتى الآن فإن عدم وجود الفيتامين ب12 سيؤدي إلى أن الفولك أسد يعلق في صيغة المثل tetrahydrofolate وباقي الصيغ من الفولك أسد سيقل تواجدها داخل الجسم The methyl tetrahydrofolate form is the most stable form وفي الحقيقة أن الفولك أسد سيبقى ترابد في ال N5 مثل tetrahydrofolate لأن هذه الصيغة هي الصيغة الأكثر استقرارا لهذا الفيتامين فعملية إزالة المثل غروب من الفولك أسد ليست عملية سهلة تحتاج إلى وجود الفيتامين ب12 وتحتاج إلى وجود أنزيمات معينة لا تعمل إلا بوجود الفيتامين ب12 لذا فالفولك أسد ضعيف على فقدان المثل غروب ويحتاج إلى المساعدة وأن لم يحصل على المساعدة فسيبقى متمسك بالمثل غروب لأنها الصيغة الأكثر استقرارا له داخل الجسم هذا الترابين الذي حصل للفوليت هو في الحقيقة functional deficiency والfunctional deficiency تعني أن لدي فولك أسد موجود داخل الجسم ولكنني لا أستطيع أن أستخدمه غير فعال وظيفياً هو لا فائدة له وظيفياً هو غير موجود ولكن عملياً هو موجود داخل الجسم clinical indications for vitamin b12 أي متى سأقوم بوصف vitamin b12 كمكمل غذائي لشخص معين and contrast to other water soluble vitamins significant amounts of vitamin b12 are stored in the body على أكس باقي الwater soluble vitamins فإن من 2 إلى 5 ملغرامات من الvitamin b12 يتم خزنه داخل الجسم ويتم خزنه في الليفر كما تعرفنا في هذه المحافرة وهذا الشيء غير موجود في باقي الwater soluble vitamins as a result it may take several years for the clinical symptoms of vitamin b12 deficiency to develop أي بسبب هذه الكمية المخزونة من vitamin b12 فقد يحصل خلل في الجسم منه ممكن أن يكون خلل في امتصاص vitamin b12 أو فشل كلاوي يؤدي إلى فقدان vitamin b12 من الكلية فإياً كان السبب الذي سيؤدي إلى عدم الحصول على vitamin b12 من الغذاء أو نقصان vitamin b12 في الجسم فأن الأعراض لن تظهر إلا حينما نستنفذ المخزون لدينا من vitamin b12 فعلى سبيل المثال الشخص الذي يتناول أدوية معينة تؤدي إلى سوء امتصاص vitamin b12 واستمر على هذه الأدوية لمدة سنوات وبعد فترة من الزمن جاء هذا الشخص يشكو من أعراض في الجهاز العصمي أو أعراض تحصل بسبب الأنيمية فإننا سنفكر في الفيتامين b12 حينما نعلم أنه يقوم بتناول هذا الدواء لذا علينا أن نتعرف على تاريخ هذا المريض وهو شيء نسميه بالهيستري تيكينغ هو شيء جداً مهم في الطب أي أن المخزون من الفيتامين b12 سينفذ بسرعة جداً حينما يحصل لدينا نقص في امتصاص هذا الفيتامين فأحياناً النقص في امتصاص هذا الفيتامين ليس فقط من الجهاز الهضمي وإنما حينما يحصل له في الكلية فإن لم نقوم بامتصاص هذا الفيتامين مرة أخرى بعد أن قمنا بعمل إكسكريشن له داخل الكلية فإن ذلك بفترة وجيزة سيؤدي إلى فيتامين b12 deficiency b12 deficiency can be determined by the level of methylmalonic acid in the blood أي ارتفاع methylmalonic acid في الدم أحد العلامات الموثوقة للفيتامين b12 deficiency which is elevated in individuals with low intake or decreased absorption of the vitamin أي مرة أخرى للتأكيد فإن ارتفاع هذا الحامض في الدم يكون بسبب خلل في امتصاص هذا الفيتامين أو عدم تناولنا لكميات كافية من هذا الفيتامين في الغذاء لذا فإذا أثبت عملياً أن هذا الشخص مصاب بنقص الفيتامين b12 فإننا يجب أن نعطي الفيتامين b12 بصيغة dietary supplement لهذا الشخص إما عن طريق الفم أو عن طريق حقنة في العضلة ولكن يجب أن أشير هنا إلى نقطة مهمة هذه العراض التي ذكرت بالكامل فيما يخص الفيتامين b12 deficiency فإنها من الممكن أن تحصل بسبب أمراض أخرى فالمشاكل التي تصيب الجهاز العصبي بسبب هذا الفيتامين فإنها من الممكن أن تكون بسبب مرض آخر منها multiple sclerosis وأيضاً هناك أمراض أخرى تؤثر بشكل مباشر على وهناك أسباب كثيرة للأنيميا أعراض الأنيميا تكون موجودة من الأساس في أمراض أخرى أساساً ليست أنيميا ومع ذلك فإن الأنيميا لها أسباب كثيرة في الحقيقة لذا فعلينا أن نتأكد بشكل فعلي أن هذا العرض الذي يواجهه هذا المريض هو بسبب الفيتامين b12 deficiency وإلا بعطاء الفيتامين b12 بصيغة dietary supplement لن يحل المشكلة ما لم نتأكد بشكل فعلي أن هذا العرض بسبب الفيتامين b12 deficiency ولكن بأخذ تاريخ مرضي دقيق لهذا المريض وإجراء الفحوصات المناسبة والمطلوبة لهذا المريض سنستطيع أن نتأكد فيما إذا كانت هذه العرض بسبب الفيتامين b12 deficiency أو لسبب آخر فمثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن الفيتامين b12 بصيغة dietary supplement وهو عبارة عن السيانا كوبالامن الآن سنتعرف على شيء مهم بالحقيقة وهو البرنشوس أنيميا سيفير مال أبزوربشن الفيتامين b12 لدى البرنشوس أنيميا البرنشوس أنيميا وهي عبارة عن الأنيميا التي تحصل بسبب خلل في امتصاص الفيتامين b12 ولكن هذا الخلل هو خلل محدد سنتعرف عليه الآن أي أن هذه البرنشوس أنيميا تحصل بسبب مرض مناعي يؤدي إلى تحطيم البرنشوس الموجودة في المعيدة الخلايا الجدارية الموجودة في بطانة المعيدة وكما تعرفنا سابقا في هذه المحاضرة فأن البرنشوس تقوم بتكوين الانترينزيك فاكتر وأيضا تقوم بتكوين الاتسيال الذي يكون مسؤول عن حامضية المعيدة فبعدم وجود الانترينزيك فاكتر لن أستطيع أن أقوم بامتصاص الفيتامين b12 ومعنى autoimmune ببساطة هو أن الجهاز المناعي لدينا يقوم بتحطيم هذه الخلايا الخلايا الجدارية الموجودة في بطانة المعيدة وذلك لأسباب وراثية ولأسباب بيئية ولأسباب منعية هناك تفاصيل كثيرة في خصوص البرنشوس أنيميا ولكن ما يهمنا أنها الأنيميا الحاصلة بسبب نقص في القدرة على امتصاص الفيتامين b12 ولكن هذه البرنشوس أنيميا لا تحصل فقط حينما يكون لدي autoimmune destruction وأنما تحصل أيضا في الpatients who have had a partial or total gastrectomy ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة الأشخاص الذين قاموا بقص جزء من المعدة أو قاموا بقص المعدة بالكامل فلن يستطيعوا أن يقوموا بتكوين كمية كافية من الانترينزيك فاكتر فأيضا سيحصل لدي severe malabsorption of vitamin b12 بسبب نقص هذا الانترينزيك فاكتر بعض المصادر تقول أن لفظة برنشوس أنيميا هي لفظة خاصة حينما يكون السبب هو autoimmune destruction للباريطال سيلس وليس partial or total gastrectomy ولكن النتيجة هي واحدة هي نقصان في الانترينزيك فاكتر مما يؤدي إلى عدم القدرة على امتصاص بصراحة هذه المعلومة ليست جديدة أبدا يقول أن الأشخاص الذين لديهم vitamin b12 سيصابون بميغالابلاستيك أنيميا وسيصابون بمشاكل في الجهاز العصبي من هذه المشاكل خلل في الإحساس كما تحدثنا قبل قليل أو حتى مشاكل نفسية منها depression ومنها مشاكل أخرى أيضا تدخل ضمن نطاق المشاكل النفسية cns effects are irreversible and occur by mechanisms that appear to be different from those described for megaloplastic anemia أي الخلل الذي سيحصل في الجهاز العصبي المركزي بسبب نقص vitamin b12 سيكون irreversible أي لا يمكن الشفاء منه سيبقى بشكل دائم أي المرضى المصابون بالفرنشوس أنيميا سواء كان ذلك بسبب قص المعدة بالكامل أو قص جزء من المعدة أو بسبب autoimmune disease فإنهم سيحتاجون إلى أخذ vitamin b12 عن طريق الفم بكميات كبيرة أو يأخذوه عن طريق إبرة في العضلة ولكن سيأخذوه في صيغة cyanocobalamin ماذا يعني ذلك؟ يعني أن حتى الأشخاص الذين لا يملكون معدة من الأساس أو لا يملكون parietal cells من الأساس فنستطيع أن نعتمد على أخذ vitamin b12 عن طريق الفم وذلك لأن نسبة 1% من vitamin b12 سيتم امتصاصه من دون الحاجة إلى أي في الحالة الطبيعية للإنسان فإن 99% من vitamin b12 يتم امتصاصه بمساعدة و1% من vitamin b12 يتم امتصاصه بدون مساعدة ولكن في أحيان معينة هذه الـ 1% لا تكفي ونحتاج إلى أن نعطي هذا المريض الفيتامين b12 عن طريق إبرة في العضلة خاصة في حالة إذا كانت الparietal cells مدمرة بالكامل أو أنه لا يملك معدة من الأساس فقد تم استصال المعدة بالكامل عملنا total gastrectum فولك أسس سيبليمنتيشن ذلك ببساطة يعني الشخص المصاب بالفيتامين b12 سيصاب بالميغالو بلاستيك أنيميا كما هو الحال في الشخص المصاب بنقص الفولك أسس سيصاب بالميغالو بلاستيك أنيميا فإذا قمت بإعطاء هذا الشخص الفولك أسد بصيغة dietary supplement سيؤدي إلى عدم قدرة الطبيب على أن يكتشف أن هذه الميغالو بلاستيك أنيميا هي بسبب الفيتامين b12 deficiency وليست بسبب الفولك أسد deficiency فما تعرفناه على الأقل من هذه المحاضرة أن الفيتامين b12 ضروري لعمل الفولك أسد فبعدم وجود الفيتامين b12 لن يقوم الفولك أسد بأداء وظيفته وسيبقى الفولك أسد عالق في الفايف مثل تتراهايدروفوليت ولكن إذا قمنا بإعطاء الفولك أسد بصيغة dietary supplement فإننا نقوم بإعطاء فوليت والفوليت سيتحول إلى تتراهايدروفوليت وبالتالي يستطيع هذا التتراهايدروفوليت إلى أن يتحول إلى الصيغة الفعالة الأخرى التي تقوم بالDNA Synthesis وبالتالي باستمرار إعطاء الفولك أسد لن أستطيع أن أعلم أن هذه الميغالو بلاستيك أنيميا هي بسبب الفيتامين b12 deficiency لذا نقول أن الفوليت سبليمنتيشن ماسكس ذا فيتامين b12 deficiency أي إعطاءنا للفولك أسد بصيغة dietary supplement قام بوضع غطاء على الفيتامين b12 deficiency ولكنه لم يحل المشكلة وستبقى العراض الأخرى بسبب الفيتامين b12 deficiency قائمة فمثلا المشاكل التي يسببها نقص الفيتامين b12 للنервيس سيستم ستبقى موجودة فالفيتامين b12 يساعد الفولك أسد فقط في عمل مثليشن للهوموسستين ولكن هناك وظائف أخرى ستختل إن لم يكن موجود الفيتامين b12 بسبب الفيتامين b12 deficiency for megaloplastic anemia is initiated with both vitamin b12 and folic acid until the cause of the anemia can be determined أي حينما يأتي الشخص مصاب بأنيميا نقوم بإعطاء الفيتامين b12 والفولك أسد كلاهما بصيغة dietary supplements وذلك لحين اكتشاف المشكلة لحين اكتشاف ما هو السبب الأساسي وراء هذه العراض فلا غير من إعطاء بعض الفيتامين b12 وبعض الفولك أسد ولكن نحن قد تعرفنا من خلال هذه المحاضرة أن هناك علامات دقيقة على نقص الفيتامين b12 وهناك علامات دقيقة على نقص الفولك أسد فمن خلال عمل هذه التحاليل سنستطيع اكتشاف ما سبب هذه الأنيميا ما سبب هذه العراض التي يواجهها المريض حين الإصابة بنقص الفيتامين b12 فأن أول العراض التي ستظهر هي عراض الأنيميا أي عراض فقر الدم وبعد فترة من الزمن ستظهر أعراض الخلال الذي سببه نقص الفيتامين b12 على الجهاز العصبي إذا حينما يأتي مريض مصاب بميغالا بلاستيك أنيميا فنحن نقوم بعضاء الفيتامين b12 والفولك أسد بشكل مباشر قبل حتى أن نتأكد أن هذه الميغالا بلاستيك أنيميا بسبب الفولك أسد أو بسبب الفيتامين b12 وذلك لتحاشي حصول أي خلل في النيرفيس سيستم ولكن بعد ذلك نقوم بالفحوصات المناسبة لمعرفة فيما إذا كان هذا الخلل بسبب الفولك أسد ديفيشنسي أو الفيتامين b12 ديفيشنسي وإلى هنا انتهى هذا الفيديو الذي على ما أعتقد الطويل جدا ولكن بصراحة لم أستطع أن أترك أي من هذه المواضيع دون أن أمر عليها وقمت بالاستماع لكل جزء من هذا الفيديو على ما أعتقد حتى أكثر من مرة وقمت بالتدقيق بجميع التفاصيل وبصراحة قمت بتفضيل هذه المعلومات الموجودة في هذا الفيديو على فكرة أن الفيديو طويل ولكن في كل الأحوال أنتم من الأساس تستطيعون أن تحضر فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو كما رأيتم من الأساس بالثمب نيل لهذا الفيديو في الصورة المصغرة لهذا الفيديو ولكن ما يهمنا الآن هو أن الفيتامين b12 قد انتهت محاضرة الفيتامين b12 وإن شاء الله المحاضرة القادمة ستكون عن الفيتامين c الأسكوربيك أسد وبعدها سنكمل البي فيتامينس ومن ثم سننتقل إلى الفات سوليوبول فيتامينس إذا نلتقي في محاضرة الأسكوربيك أسد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر